مرحبا بكل المستمعين والمستمعات مرحبا بالتواصل ديالكم دائما رهن الاشارة باش انكم توصلوا معنا وانكم تعطيونا دائما الاراء ديالكم في مختلف المواضيع اللي كنشاركوها معكم مرحبا بالتواصل ديالكم رقمنا رهن الاشارة باش انكم توصلوا معنا وتعطيونا ايضا علاش مجموعة من الاراء والاسئلة ديالكم في المواضيع اللي كنختاروها من خلال الرقم اللي هو صفر خمسة اتنين وعشرين ستة وثلاثين صفر خمسة ستة وثلاثين ككل اربعاء كيكون حاضر معنا ومعكم الاستاذ والباحث محمد احسين اللي هو متخصف تغذية كدلك صباح الخير صباح النور اذا اليوم غانتكلموا على موضوع اللي هو مهم جدا السبيغولين اللي ولو الناس كيلتاج اولا احنا غانتكلموا على كطحلوبية من تحارب صح غانتشوفوا الفائدة ديالها ونشوفوا اشنو كتقدر على مستوداتوا اكيد دائما انتنتكلموا على الكمية والكيفية وشكل يستهلكاش كل ما يستهلكاش لانا دائما ما نسمعوش مادة عندها واحد الفوائد كثيرة الاو للأسف اننا كننزل واحد نزل اللي ما زويناش اننا كنستهلكو احنا معارفين شواش مفيدة لصحة ديالنا او لمفيدة لنا وحنا عندنا بعض الامراض هاد شي اللي غانتاو مين نتعرفوا عليها ونشوفوا انها كيف قطية من التحالب ولكن غنشوفوا اه معلومات اخرى عليها تفضل مرحبا ايضا اه الاسبيرولين كما هو معروف الان الكل اصبح يتكلم عنها وكل اللي اللي يقول اودي واش هاد المادة مادة غدائية او لا مادة علاجية او لا ممكن انه غد اتخاذ في او لا اه مثلا لانه لانه لو احتر رياضين ولو كيلتاج قليب واحد شكل كبير وكبير جدا فاليوم غادي نحاولو نسلطو الضوء عليها باش نحطوها في المكان ديالها المناسب ونخليو الكل يعرف الكيفية والكمية ديال التعامل معها باش من خلال هاد اللقاء ان شاء الله نخرجو بفائدة اللي او اييو تكون او شيئا ما عام على ال الاسبيرولين وعلى الفوائد ديالها اللي كينا اللي ممكن ترتب عليها في ال جسم ديالنا عالو لما كان دكلمو على الاسبيرولين كان واحد من مجموع ديال معطيات عجيبة جدا لما كان دكلمو سبيرولين كان آآ ام مثلا عشرات لليال اسبيرولين اللي اخدها الانسان آآ آآ من الناحية ديالها بيتامين بي تخوا اللي هي الانياسين بحالي لك ليتي مية وتمينين جرام ديال الكروفات. هي لاخد عشرات الاجرام ديال للكيفالان دو مية وتمينين جرام ديال الكروفات من ناحية ديال هادا واحد واحد المكون من المكونات الاساسية اللي كينا في الاسبيولين واللي كدفيد الدات بواحد شكل كبير وكبير جدا. كذلك ما بين الاشياء اللي ممكن أننا نستبدو منها من خلال الاسبيرولين هو أنه هاد التحلب الأزرق الأخضر اللي كيسميوه هاد التحلب الأزرق والأخضر كيشكل طولتين وماء الزرقاء نلاهما هادولوتين ديال البروتين لي كيان فيه كتشكل هو طولتين ديال الوزن ديالو بروتينات هاد الكم اللي كينا في مئة quèنا فيه كينا تقريباً كتشكل ثلاثة دل مرات كونتيتات ديال البروتين اللي كينا في اللحم. واخرى. دونك غادي أول معلومة خدينا أنه من طحالب البحرية واللي بطبيعة الحال كتكون في المحيطات. وهو على فرم بودرة. احنا نتكلمه على اللي الناس كتعرف حنايا. وقلتي أنه فيه كمية هائلة من البروتينات. مثلاً رجعونا نشوفو معلومات أخرى وأكيد مرحبا بالأسئلة ديركم مستمعات. أكيد كتسمع بباد المادة. ومريد أن تعرفوا على معلومات كثيرة فمرحبا بأسئلة ديركم من الآن على 0522 36 05 36 على الشدقة فعما. من جديد مرحبا بكل المستمعات مرحبا دائما بالتواصل للتفاعل ديركم. رقمنا من الآن هو 0522 36 05 36. واللي هو الموضوع ديالنا اللي تكلمنا على ولينا تنسمعه بشكل كبير. واللينا كنسمع أن الناس كتاخدوا. تكلمنا على أنه من نوع من الطحالب. العكل رغت ديالها ما بين الخضر المي والزرق. اشفنا نعلى الاسد والباحث محمد احسين اليوم تخذ التغذية كذلك انها غنية بالبروتينات فهنا باش الناس ما تمشيش حتامني كنا تتكلمنا على حبوبشية لانها حتى هي مادة فيها بزاف ديال البروتينات وخولها وتاني الخلط ولا الناس تتقولك اللار بخاصاش تتخذ واحد شكل لي هو كبير كذلك هاد المادة باش الناس ما ياخدوهاش بشكل لي هو كتير على اسألنا غنية بالبروتينات فقط اجين تكلموا على اشنو فيها بالتحديد نستعرف خاصة مع هاد الوقيتها لتنقولوا كيكون فيها نزلات الجوك شوية كيكون بارد اشنو اجين تفصلوا نحللوا هاد المادة الغدائية الى الصحة التعبير ديالي اشنو فيها واشنو ما فيهاش وحادي باش نمشيوا اكيد الناس اللي ياخدوها وليما ياخدوهاش ونذكر فقط بالرقم ديالنا مرحبا بالاسئلة ديركم الان صفر خمسة اتنين وعشرين ستا وتلاتين صفر خمسة ستا وتلاتين على الشهادة يفهمه فيما يخص المكونات الغدائية والعناصر المغدية اللي كان في الاسبيغولين اول حاجة غنبدو بها هو ان نقل نبي ان التلاتين ديال الوزن ديالها بروتينات بمعنى ان لاش ديتي مية جرام ديال هاد النوع من الطحالب اللي هو الاسبيغولين كتلقى فيه مية جرام كتلقى فيها ستين جرام ديال البروتينات فيما يخص الالياف الى مية جرام ديال الاسبيغولين فيها خمسة ديال الالياف وليبيتا كاروتين وما ادرك ما ليبيتا كاروتين اللي Anthy كان عارفوا با انهم مهمين جدا للعينين والجلد ديالانسان لكل اه مية جرام ديال الاسبيغولين فيها حتى الميتين وخمسين ميلي جرام ديال هاد البيتا كاروتين ولما كتقول Dieta كاروتين موجودها بهذا الكم هذا كتقول تبارك الله رابع ممكن ان غير هاد المادة هادي تكفيلي هى الحاجيات ديالي وتيقولوا بين 1 غرام ديال بيتا ديالي الى أخذيتو. كنناخد احتياجات ديالي الكاملة. من اللي بيتا كاروتين اللي غايت تحولوا اليم بعد ذلك الى لفيتامين بي. لفيتامين اه. كان فيها لفيتامين فيها لفيتامين بي ان. لفيتامين بي سيس. لفيتامين بي دوز. هادو كلهم الڭروب ديال فيتامين بي نحن نعرفه الفوائد دياله على المستوى ديال إنتاج الطاقة وعلى المستوى ديال الإنسان كتخرج منه ديكلافاتيك وعلى المستوى ديال أنه يخدمه حتى لتصحيح بعض الاختلالات اللي كان على المستوى ديال الدماغ وديال الإنسان كان الفيكوسيانين وهذه كما يقال واحد من الأنواع ديال المضادات الأكسادة اللي كانت تخرج من هاد وكاتباع بوحدها لما لها من الفوائد العجيبة على جسم الإنسان تخلص من الجدعات الحرة تخلص من السموم اللي كان عندنا في الدات ديالنا من الإمكانية ديال الحفاظ على العامل الوراة ديال جسم الإنسان وما إلى غير ذلك من هاد الأشياء الطيبة هاد اللي فيكوسيانين اللي الآن كما قلت لك تتخلص منها وتولي خاص بها فيها ما بين سبعة حتى التمنيات ديال ميلي جرام في المئة جرام سبعة التمنيات ميلي جرام راه المتخصصين في التغذية كيعرفوا شنو المعنى ديال التمنيات ديال ميلي جرام ديال هاد اللي في كوسيانين في 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 سبيغولين رحنا هادا تكلمنا عليها في واحد مجموعة ديال المواد الغدائية للتين والزيوكزانتين كيكون عندك هادا واسيلة بحال دوك لي بيكي اللي كيستعمل الإنسان ويعاون بيهم باش أنه يتمشى لكلوروفيل وما أدرك ما لكلوروفيل لكلوروفيل غادي نديرو لها حلقة خاصة وهي المادة اللي كتعطي داك لكلور اللي يخضر هدا باش نتكلمو عليه بوحدو أنا كننفضل نديرو لي إن شاء الله حلقة خاصة باش نكفيو هاد المادة هادي لحق ديالها على المستوى ديال دات ديالنا بالنسبة للحديد مئة جرام ديال للاسبيغولين تقدر توصلني إلى غاية ستين ميلي جرام ديال الحديد بمعنى أنه مئة مرة كتر من نسبة ديال الحديد اللي كينا في ليزيبينار عقلتي فاش تكلمنا على الحلقة دياليزيبينار وقلنا بأن ليزيبينار يسون تغيغيش ان فاغ هنا فاش كاجي كتقول وتكلمنا على البلاصة فين يعني فين تزرعات وفين هذا اللي كيعطيها واش كتكون كتير من نسبة الحديد أو لا اكزاك إذن هناك يزيد هذا يطمئني على أساس أنه يلخديت السبيغولين وكان عندي مشكل ديال آنيميا ممكن أنني نعزز نسمته الثقة ديال الدات ديالي في هذه المادة هذه ونخليها تولي تراجع الحسابات ديالها في التعامل مع الحديد لإزالة المشكل ديال آنيميا اللي كان نعاني منه في الدات ديالي الكالسيوم والفوسفور والمانيزيوم والزنك هما موجودين فيها بنسبة عالية مثلا ناخدين الزنك كتلقى ثلاثة ديال ميلي جرام في ديال الزنك يعني في السبيغولين المانيزيوم كذلك فيه تقريبا ما بين صفر خمسة حتى الواحد ميلي جرام ديال المانيزيوم وهذا وكن عارفوه عاو تاني المانيزيوم وما أدرك الان ما بين المانيزيوم في yapılفكساسيون ديال كالسيوم المانيزيوم في الانتاج ديال هورمونات المانيزيوم في الانتاج ديال الأنظيمات المانيزيوم في تفعيل الميطابوليزم الأيد عن المستوى الإجمالي دياله كل ما كان عندي في واحد المادة غدائية كل ما كان قول الحمد لله أنا مرتاح وأن الجسم ديالي غير ق 친هم هدو قنجي البنيو apareز Manhattan هدو قنجي البنيواء الى 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 شدين البروتينات وبدينا كان نهرسهم على شكل ياجورات لان باش كان بسطو المستمع الكريم البروتيين بروتيين شن هو بحل قلتي واحد الحيط مكون واحد المجموعة ديال الياجورات الى حيدنا دوكي ياجوراي بياجورة كان نلقوا بان هادوكي الياجورات هما اللي كيبينون كيبنيونا الحيوط اللي هما الانسيجة لف القلب ديالنا ولف الكبدو ديالنا ولف الريا ديالنا شنو هما هاد الياجورات اللي كيبينون منهم المكونات ديال الدات ديالنا كان لسيد غليطاميك لسيد غليطاميك عجيب جدا وش كل العنطر او العضو اللي كيستفد منه بزاف عند نفت ديالنا وهو الكبت كل ما كان عندي في المادة الغدائية لسيد غليطاميك كل ما كبده كتوقف وكتقوم بالعمل ديالها وحنا كنعرفه فقط في الكابيد عندنا خمسمائة شركة بمعنى انه الى كانوا ذوك الشركة تشغالة بالنظام وانتظام كن اليقين بان الصحة الاجمالية ديالنا غتكون في المستوى العالي كين في هلارجينين هي جورة واحدة اخرى من ملياجورات اللي كين في البروتين هلارجينين شنو الدور ديالها وانك كتوسع لنا للك كما كيقولو ديال القنوات ديال الدورة الدموية واحد وكل ما كانت القنوات ديال الدورة دمو ديالنا واسعين كل ما الدم غيبقي يجري فيهم بسرعة وكل ما جرى الدم بسرعة كل ما القلب كيرتاح عندنا ويلارتاح القلب بمعنى انه كيصفت للدم الى غاية الدماغ باريحية كيصفت الدم الى غاية الايدي ديالنا باريحية كيصفت الدم الى غاية الارجل ديالنا باريحية وهذا رجع الى ماذا؟ رجع الى بعض المكونات اللي كتساهم في انها تخفف العب على العمل ديال القلب ديالنا وما بين هاد المكونات قلنا الارجينين والارجينين موجود بنسبة عالية في الاسبيرولين نعم ممتاز مازل غنشوفوا امور اخرى دائما كتخصد للمادة الغذائية واكيد مرحبا بالأسل جير كل مستميم السماعات رقم نارى الاشارة من الان صفر خمسة اثنين وعشرين أستو ثلاثين صفر خمسة أستو ثلاثين على شعب جديد مرحبا بكل المستميم السماعات كنا هادروا على الاسبيرولين اللي هي من الطحالب للناس والتي يوم كتستهلكها واكيد نعرف كل ما اه تنشوفوا ان الناس كتتكلم عليها الاو كناتن بتكلمو عليها ونشوفوا رفقة المختصين اللي كيحضروا معانا وليوم معانا ومعاكم مازال الأستاذ والباحث محمد أحسين المتخصص في التغذية كذلك شفنا أنها غنية بزاف ديال المواد بروتينات حديد فيتامينات أيضا وكذلك مجموعة من الأنزيمات اللي نقدر نقوله أنها يعني مؤثرة على مستوى الدات والأنسيجة دياله خاصة صحة الكابيد اللي هو كنقوله هو العنصر الكبير والفعال في الدات ديالنا ربما هو كيف كنقوله إحنا في كرة القدم الأسحاربة إلى صحة تعبير دياله جميل مازال نتكلمه لها المادة الغدائية وأكيد مرحبا بالأسف المراجي لأنا جيت لهنا لا لا لسلامة جميلة دا بللي كيكوح أولي شي حاجة الكوحة ديالك ديال الأسبوع الماضي يالي جا بتقدرت لي الكوحة هنا أنا دعم كنكوح أنا يا كنكوح أنا مقدرنا على تسئية الحساسية ولكن هي صراحة رأينا جينا نتكلمه خاصنا رجعونا نعملو البافيت مجدو جديد باش نكونوا واضحين لأن كين واحد الفيروس أو لواحد الريح اللي منتشر اللي بزافت الناس عندهم لها غيب وبزافت الناس تخلطت لهم لها غيب مع الكورونا فبالتالي الإنسان صراحة سلامة للجميع لإنسان يعود فغير مخصنعوده وثاني نشمره اللي يدينا من الول ونعودون بدور الإجراءات الوقائية من الول للصحة ديالجامية سوف غير حنا كان بسطودة بمي ضرورية أن اليوم الإنسان باش يحفظ على صحته هو مش كيس شو باش عادي ولا شي حاجة باش يحفظ على صحة ديالو ذوق رجعو للموضوع ديالنا مراجيغان شديد نتكلمو هلاش وغيرين نتكلمو شفنا أنا فيها بزاف ديال مواد وبزاف ديال الحاجات شنو المكونات الأخرى اللي ممكن أننا نقولوا أنها كتميز هذه المادة الغذائية على مواد أخرى اللي تخلينا أننا فعلا نقدر نقولوا أنها مادة لمفيدة لتصحة ديالنا سواء نفذ الوقت اللي كيكون فيها هذه النزلات ديال البرد أو لا على العموم يعني في كل فصول تفضل مرحبا ما بالمواد الأخرى اللي كيناك كينا لفينيل العنين وهذا تهو من الأحماض الأمينية اللي مهم جدا الجسم ديالنا وفي إنتاج واحد من مجموعة ديالهرمونات خاصة ديالهرمونات ديال لصاجيس ديال الرزانة ديال التقالة ديال التباتة كل ما كان عندك الفينيل العنين كل ما عندك الإمكانية ديال إنتاج هالنوع ديال الهرمونات اللي كيغطرت الإنسان سيئنما كما كيقولوا وازن وثقيل ورزين في الحياة اليومية وفي الحركات دياله وفي تفاعلات دياله كذلك كينا فيها مادات لتريب توفان ولتريب توفان بحلقتي بإنتاج لسيغوتونين ولسيغوتونين هو هرمون سعادة صح لتيغوزين هي اللي كتكون كذلك من المواد الأساسية لبناء لإنتاج ديالهرمون دوبامين وما أدرك ما الدوبانين دوبامين في الجسم ديالإنسان فإلا جيت إذا بدأ القراءة متأنية لهذا المكونات لكينين في سبيغولين غتلقى بأنه فعلا مادة غدائية بامتياز وإلى درجة أن المتخصصين ولو كيسميوها سيوبر أليمون أو لا كما كيقولوا الوحيد الوجبة غدائية ماشي ميتالية فوق العدى علاش لأن من خلال هاتش اللي سمعنا على المكونات ديالها تبهي لنا بأنه فعلا الاسبيغولين مادة من المواد التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في الوجبات الغدائية اليومية ديالنا والآن كينا واحد سياسة دولية لأساس أن هاد المادة يتم الاعتناء بها والإنتاج لها بكم كبير باش نحيدوا بها المشكلة ديال المجاعة على المستوى الدولي فالأمر هذا كيرجع أساسا إلى هاد العناصر المغضية اللي كينا فيه ولكلتي شوية ديال السبيغولين ممكن أنها تكفيك الحاجيات العادية اليومية ديالك إذا الهدف باش نوضحه مرحبا يعني مش غير هاد المادة اللي غد تكال ولكن نرى هاد المادة مفيدة مع الأطعمة والمواد الغدائية الأخرى يعني الإنسان تكون الماكلة دي المتوازنة غير هاد المادة اللي هي فيها بزاف دي المكونات اللي يرى مفيدة الصحة ديالنا باش الإنسان ميفامش أنه يقول لغيبو حديتها وصافرها لباحجيات أو لا 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 ممكن تخدع اللي ما كانش فيها حتى عنا تكلموا على الكمية والكيفية احنا مثلا تكونوا على هاد النوع منطحالي براها اليوم هي على شكل بودرة أكيد الناس غاز بغيت عرفوش ربع معلقاء وهادو غنشوفو حتى بنسبة الناس اللي عرفوا الفوائد دياله ديالجا وكلوها بكمية اللي هي كثيرة لأنا أكيد كل حاجة تزدت على حد دياله إلا وكتنقل بالضيط دياله لأن الإنسان اللي كتر منه وش عنده أضرار أو لا لا دونك احنا شفنا أهم المكونات نتكلموا تكلمتي على غينها ربما بمواد أو لا يعني كيف كنقولو مثلا دوبامين وعناصر اللي هي على مستوى ذات ديالنا ومستوى الشعور والنفسية والمغال ديال الإنسان نتكلموا أيضا على معادي نتكلمتي قبل على الحديد في هالنحاس سماني جيوم هكا في هالزنق هاد المواد هادو اللي تكلمنا عنه بخاصة اللي تكلمنا عنه مع مع فيروس كورونا الناس بزاف داتك تتقلب على المواد الغدائية اللي في هالزنق يعني على الأقل تأخذها طبيعيا من غير أنا اللي كان أخدم الفارماسي هاد المواد هادو كلهم جميع الأملح فيها البوتاسيوم فيها السوديوم هاد الأملح المعدينية كلها لو أننا نصردو اللي كان فيها فيها تقريبا جاميع الأملح المعدينية مزيان وجاميع الأحماض الأمينية وجاميع يعني المكونات الأخرى اللي كتهم الجسم دينا فقط كتعاني من الفقر من جوج ديال الحواج الفقر ديالها كتجلة في الفيتامين سي هي نقص فيتامين سي ونقص أوميغا تخوا لو أن فيتامين سي كان فيها والأوميغا تخوا كانت فيها كونت أوتوماتيك مو غادي نقدر نقول بأن وجبة كاملة كاملة بابتياز ولكن في الوقت اللي غادي نفكر أنني ناخد دائما نفكر تكون حدها شي حاجة ديال الفيتامين سي وتكون حدها شي حاجة ديال أوميغا تخوا لأن نحتى الدهون كان فيها وكاربوهيدرات أيضا كاربوهيدرات كان فيها بمعنى أن كل شي تقريبا موجود فيها فقط هاتجزة ديالحواج اللي مثلا في الوقت اللي نفكر أنني نستعملها نزيد معها هذ المكونات وغا نشوف راسي بعدنا وفعلا أنا وكل شي أشياء لتقدر تعاون على الانتاجية والمرضودية والوقفة ديالي والطاقة ديالي وكل الأشياء اللي كتعطيني ما يسمى الحيوية والنشاط ممتاز هادو فيما يخص اللي تكلمنا عليها قبل قليل مهم مهمة جدا العيني ومهمة جدا الجلد ديالنا ومهمة جدا حتى لديك اللي عندنا بحل دا في وقت اللي كتشوف المصران كتلقى مغطيب وحد المادة شنو كيقول وش هلامية ميكوز هادو المادة اللي تكوين ديالها أساسي كيطلب لبيتامين أ الحمد لله لاخدية المواد الغدائية اللي فيها لبيتامين أ أنا كنقول بأنه عينية والبشرات ديالي وكذلك هاد ميكوز ديالي غادي يكونوا في المستوى العالي وهادو كلهم شنو كيشكلوا لي ما يسمى بالوحدات الفيزيائية الواقية الوحدات الفيزيائية الواقية بحال اللي لاجلت شي حيط اللي ما كيخليش مثلا لازمتو شي حاجة برانية دخول الدار ديالي الدار ديالي باش كن نمتنها وكتو اللي متنة بدك الحيوط اللي كان ديالها هادو كيتمو البريير فيزيك برميل البريير فيزيك كما تقلب من عليهم هما هادو الفيتامين با اللي هي غنية من المواد اللي كتشكل البناء ديال الاسبيغولين شنو الدور ديالها وأنه كترفع ديالها من التحويل ديال هادو الواحد المشموعة ديال المواد وإنتاج الطاقة وكل ما كانت عندي الطاقة كل ما القوة ديال غات تكون في المستوى العالي كل ما الأداء ديال غير في المستوى العالي كل ما غير الفياق ديال تصبح ر Kai نحتاج مشكلة باش انني نفيق في صبح إلي كانت عندي في الحديد وكان عندي كارنس في الحديد وكان عندي كارنس في الفيتامين البيئة اوتوماتيك مو تلقى رسك بان الفياق خصك شي شي يجد الناس يجي وفيقوك باش انك توقف على رجلي. نعم. هذا يعني ما بالاشياء اللي كتساعدني على هذا الامر هذا وهو اللي اسمته الفيتامين البيئة اللي موجودة فيه وكذلك الوليدات انا بغي وليدتي يكون الاداء ديالهم الفكري يكون في المستوى العالي شنو قينا قينا بان الفيتامين البيئة تلعب دور مهم جدا في الاداء ديال الدماغ ديالنا في الاعادة ديال البناء ديال الدماغ ديالنا في تنشيط دكت سيارات الكهروميغناطسية اللي كن في الدماغ ديالنا دوك البيتامين اين البيئة غتكون مهمة لهاتجوش ديال المواد اللي هي اه مفيدة الجسم ديالنا موجودة. وكتراها في سمتة فيتامين بي دو كتلعب دور مهم كذلك على المستوى ديال الدماغ ديالنا وقع لهم دور كبير جدا في تحسين الاداء ديال الدماغ ديالنا دا كشي لش في جميع المشاكل ديال الدماغ غالبا ما المتخصيصة في انتغذية اول حاجة كيف يفكروا فيها وهو اننا نعطل دك الوليد اسمته لجروب لفيتامين دي جروب بي غادي نعطل دك سيدة لفيتامين دي جروب بي غنعطل دك سيدليمسكين عندو مشكل في الدماغ ديالو وخاصة الشيخ او للمرأة العجوز لكن نحاولو نعطيهم غالبا هاد الفيتامين دي جروب بي بس كنعرفون انهم كيمشيوا للدماغ وكيحسنوا الاداء ديالو والمفعول ديالو ثم كذلك كيلعب دور مهم هاد الفيتامين بي دو في يعني تفعيل العمل ديال الحديد المنتابوليزم ديال الحديد باش انه يدخل يدخل في الكوريات الحمراء باش انه يسرع من العملية ديال تنقيل الاكسجين الى كل مكونة الدات فخصنا واحد المكون اللي غدي يفعل العمل ديال اسمته او اللي الميتابوليزم ديال ديالو فير او اللي كيتقد بشكل طبيعي باش انه الاداء ديال جسم ديالنا كيكون على احسن ما يرام وبالتالي لما كيكون دار العمل ديالو طاقة ديالي كترجع نعم القوة ديالي كترجع الحيوية ديالي كترجع واحد شكل عجيب وعجيب جدا ممتاز فيتامين بيتخوة احنا غادين كنشوفوا كل مكوين من المكوينة اللي كينا وش علاش علاش مهمة الدات ديالنا وعلاش انه لكان بشي بشي مادة غدائية غسنا نحرصه على اساس اننا ناكلو باش نستفدو من العنص المكوين نعم ما زال انت في صلوف هذا الموضوع بشكل اكبر وغنشوفوا ايضا الكمية والكيفية اللي ممكن ان الانسان يخد بالسبولين واكيد غان تكلمو حتى على الناس اللي ما خاصة اشتاخدها وبحالة اللي اكتر من الانسان واش عنده ادرع على مستوى الدات او الصحة ديالنا ومرحبا دائما بالاسرة ديال كل مستمعية المستمعات على الرقم ديالنا اللي هو اولا هاد التحلب كيف كان قولو البحري اللي بتعبية الحال شفنا الفوائد دياله الكتير على صحة ديالنا وشفنا المكونات دياله وما زال انكمنو فاد الايطار هادا وصلنا الفيتامين بيتخوة بيتخوة واكيد نشوفو حتى هو الفائدة دياله وكيفاش دير فاد التحلب ممتاز الو فيما يخص البيتامين بيتخوة كيلعب دور مهم على الكوتيب بسيكولوجيك بيتخوة لما كيكون عنده نقص في الدات ديالنا غالبا ما كيكون ذاك الانسان كيعاني من مشاكل نفسية لا متلة لها وسبحان الله لما كتعطيه لبيتامين بيتخوة كتلقى بأن هادك المشاكل النفسية بديت كتكاتكاتكاتكاتكاتكاتكاتكات بشي 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 حتى كييرجع الانسان الحالة الطبيعية ذيله عندك هو واحد المجموعة دياله لبيتامين ان شاء الله إلقالينا الوقت انتكلموا عليهم بسميته ونقولوا هاش مكيدير هاد البيتامين على الحالة النفسية ديال الانسان. ولما كنكلوا الحالة النفسية فيتامين بيت رواء كذلك كيلعب للمسألة ديال الايد الاجمالي في الدات ديالنا. وكي طلع لي من المستوى ديال الطاقة. حنا قلنا البيئان كتطلع الطاقة. بيدو كتطلع الطاقة. بيت خوة كتطلع الطاقة. بمعنى انه وإلى كنا نأكل لبيتامين ديال غروب بي. المسألة ديال الطاقة بحالة كين اجمع فيها عند جميع الفيتامينات ديال الغروب بي. ثم كذلك كين للغروب هادا الفيتامين بيت خوة كيرفع ليها من المناعة ديال تديالي. وكحنا وصلنا الواحد الفيتامين وحد الواحد الفيتامين اللي كتلعب دور مهم في الرفح ديال المستوى ديال المناعة ديالي. ولما كنقول لهذا الطاقة كنقول لفاتيك. لفاتيك مكيبقاش يعاني من هالانسان. كين الفيتامين بي دوز. وفاش كنقول كذلك الفيتامين بي دوز اوتوماتيكمو المتخصصين كيمشوه الدماغ. تقول هادي هرمون صادق جدا ديال الدماغ. كيلعب دور ديف انه كي يحاول يرتب البلاكار دياله. كي يحاول انه يرتب الفونكسيون دياله. كي حاول انه العملية ديال تجاوب ما بين المركز اللي كين في الدماغ كتكون باريحية. وهذا كله كيرجح اساسا الى هاد الافيتامين بي دوز. وكتلعب دور في انك ترفع المستوى ديال المناعة. وكتنزل من المستوى ديال الارهاق والعياء عند الانسان. ممتاز. ناخدوه دائما مكالمة مستميم سماعات. على الرقم ديالنا اللي هو صفر خمسة دين وعشرين. ستا وتلاتين. صفر خمسة ستا وتلاتين. فاتيمة دار بيضا. السلام عليكم. السلام عليكم جميلة. الله يحفظك لي شكرا. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبرك فيكم. اه وسنسولك الله يجزيك بخير. مرحبا. عندي بنتي عندها حداشر عام وعندها عند الحساسية. مم. خرج لها الدكتور رابوز وكننا اخد لها سبيرولي. مم. هاي مؤخرة ولا تكتحس اه بحلها شي كالتي يام دا بولتك تحس باواحد الوغزة صع ديالها. واحد النفس فصدر ديالها. رغم اني كنناخد لها المكملات الغذائية. مم. انا بغيت نعرف انا وش الطبيب ديالك وني مخرج لهاد المكملات زائد ديالها ولا هاد المكملات خديت يومها منك لراسك. لا المكملات انا اخديتهم عير عير بوحدة. بوحدة. اخديتهم اخديتهم. واخا. اه. اه. وطبيب ما مخرج لها لا ثاني لا تشي حاجة مخرج لها عير اه رابون. اه. هتقدروا لمدة كل شهور وغادي نعود الرجعوا عندها. انا كنناخد لها المكملات موتي اللي تذهب الى ربما مروعات. شوف شوف انصرح لك. انا تكلمتي على مكملات غدائية كمكملات غدائية. نخلينا بدل بدل الجملة هادي فقط. ما تتقلش حاجة اخرى. واخا اختي جميل. واخا. وبالنسبة الاسبيروني كنعطيها عير جيج مرات في الصباح. مني كتفطر. كنعطيها كنعطي لها دعمك باش يعاونها. نعم. باش ما تتخف. واخا واخا. واضح سؤال. مرحبا. شوف احنا دائما نتكلم ولا اي سؤال نعطيه بوضوح. بلا اشارة ديل شي حاجة. بلا ما نتكلم ولا شي سميات. بلا ما نعملو اشار شي حاجة. الله يعطيكم الخير. باش نكونوا واضحين. اه غانجوب على السؤال ديل فاطيما غير هو نكملو. اه هنا هي فاش قلنا يلا اخدينا شي مواد. واش كان اه. انا صراحة تنديم انا دا والسؤال لي كيتبضر الدين ديالي. متان تكمل تكلم على المكملات الغدائية. اه كنجو كناخدوها. را كل حاجة كتخد بدي دوز كتخد بكميات. را بعد مرات الناس فاشك الناس كلمنا على فيروس كورونا وغير هاو الناس مش هاتك تاخد الزنق المواد اللي فيها الزنق اولى المكملات الزنق مع عرفيش لندات ديانا بادوش فيها داك الوطن ديال ديال الزنق اللي باغين. فكنجي كناخد ليا الناس مات. هي قد كا وحد سيدة لي قلت لي والبنت قدى حداشر عام. صراحة هنا كدو حد علامة استفامانة كبيرة صراحة عندي. مخرش لي والانسان مدرش تحاليل واش ناقص عندي هذه المادة. ناخدها طبيعيا وكوبيلات. وكنجي كناخد من هنا مدنا لانا سمعت اولى لانا شفت واحد الحاجة على الناس كلها كتاخدها. اتشالش دائما نتكلم على المواد الغدائية دا كنقولك ديما نعطوه الفوائد ديالها ولكن را ما شي هو الحل الامتل ما شي هو العلاج. انا كنتكلم على مادة غدائية كمادة اشنو فيها وشنو ما فيهاش. واكيد الفوائد ديالها وكذلك حتى رابطة بيعت الحال كل مادة عندها الحاجة تزوينة على الصحة. واكيد الا تزادت ولا تخدت طريقة مش هيدي كتكون فوائد اللي هي عكسية على الصحة. ما زال ارجاء نتكلم معك فض الموضوع دا واكيد مرحبا بالاسئلة ديال مستمعين سمعت. ازلوش يطلق مش اننا ناخده مكالماتكم دائما على الرقم ديالنا اللي هو صفر خمسة تنين وعشرين ستوتلاتين صفر خمسة ستوتلاتين على الشديفة. سبيرولينا هي هو الموضوع ديالنا وكيف قلنا هو من تحالب اللي اكيد الناس والتي تتكلم على بشكل كبير. وليوم كنشوف الفوائد ديالها اولا كنشوف المكونات ديالها مش الفوائد ديالها باقي موصل ناشط نقطة هذي. فاحنا كنتكلم على المكونات ديالها من ناحية الفيتامينات الاملاح المعدينية شفنا غينها ببروتينات. اه بزاف ديال الامور لكي خلا واحد العنصر فعال. ربما قلتي استان انا فقط الاميغا تخوها والفيتامين السي هما اللي نقصينها. اه واللي اه كانوا يقدروا يخليوا فعلا غذاء كامل. ولكن هاد العناصر اللي نقصتها هي مهمة وكي يحتاجها دات ديالنا. اكيد مرحبا بالاسئلة ديالكم على الرقم اديانة اللي هو صفر خمسة اه اتنين وعشرين ستا وتلاتين اه صفر خمسة ستا وتلاتين. نادية من الدار بيدا. السلام وعليكم. وعليكم السلام. مرحبا للا. مارك الله فيك. الله يحبك. اولا كنشكركم على هذا الموضوع القيم. الله يحبك. طرحة الناس ولو كيمشيوا المكملات الغذائية طرحة بشكل عشوائي. مهم. وانا بنسبة لي عندي واحد واحد سؤال. نعم. انا عندي بنتي عنده تسعة عشر سانة. مهم. وكتعاني من نحافة. يعني عندها تسعة عام. طول ديالها مترو تقريبا نوستين ومترو واحد وستين. والوزن عندها واحد واربعين كيلو تلاتين واربعين. مهم. ونصحوها بحلقة البنات. شحل. شحل في طول ديالها? مترو واحد وستين. واحد وستين. وكي نصحوها قالوا للبنات تخذي الاسبيريلين راها كتديت في الوزن. مهم. فمشينا اخديت خديتها لها. فغيما اخديتها لها باش تاخدها. مهم. وبدأت كتاخدها. يعني بدينا دي استثار في اموة ويكتاخد هات الاسبيريلين. مهم. اه بنسبة الوزن ما لاحط شي مرة كتزاد مرة لقد كمان مرة كتفتح الشاهية اكساترا. مهم. الاسسانسيال انه اه لاحط انه بديك يخرج لها الحبوب في وجهها. مهم. بغيت السؤال ديالي الدكتور اللي جازي بخير. واش فعلا هاد الاسبيريلين كتديد في الوزن يعني كتطلح لنفسي عندهم. نحف. مهم. وثاني حاجة سؤالي هو واش هي كتدير هاد الاعراض تانوية اللي هي خروج. كتخرج الحبوب اهام. انا قلت لها احبسيها. قلت لها بنتي غتحبسي هاد الاسبيريلين. منيح بساتها واش بشال حبوب. شوية. نقص شوية. طرحة نقص لها شوية. ماشي بحال كيف كان. وشكرا نضوك دوم مجوش الاسئلة الله يجزك بخير وكنشكركم. بالعكس شكرا لك لانهم الاسئلة المهمة جدا. شكرا لك بزاف لا ناديا من الدار بيضع. سؤال جيد مهم لانا بزاف الناس كي يخضوا هاد المادة باش انهم يزيدوا في الوزن. ما واش كتزيد الوزن واش كتبتح الشاية ولا كتسد الشاية. شكي يقولي الاخديتيا قبل ولا اخديتيا بعد. باش عارف ان ان عندي ملومات بزاف على هاد المادة الغدائية او لهاد العنصر هادة اللي كنتكلموا الي اليوم. دونك شفونا مجموعة الفيتامينات. شنو الفيتامينات اللي ما زانتكلموا عليها. مهما ما بين المكونات الاخرى اللي تكلمناك الاخرى. مهما. مهما اللي مهما يسمى باللسترايس اوكسداتيب. مهما. كلcherان ان تكون يحب cours في الحياة اليومية دياله والبنتي هذا ما بالاشياء اللي كان يعطيني ما يسمى ماكليك يلكن شوائيا. البرنامج الغدائيدي اللي كان فيه المشاكل وكله كيترتب عليه ما يسمى بلسترس اوكسيداتي. هاد لسترس اوكسيداتي هو اللي كيكون سبب الدمار دي الجسم الانسان. شنو هي الاشياء اللي تخلي تخفف علي العبء ولكن ما كيقولة اللي تقدر جيني من هاد لسترس اوكسيداتي. ولا دائما نشوف كيفاش نجيبها. يا اما في الواجبات الغدائية ديالي. ولا احنا دبكينا معنا معنا فيها كم لابسة بها من 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 الفيتامين او اللي غادي يقدر يعاوني على انني انتفادى المشكل ديال الاكسيداتي. كالحديد وما ادرا كام الحديد اللي تكلمي عليه قبل قليل اللي كيعاون على اساس انه يعزز لي الكورية الحمراء. وكيعزز ايا تسريع ديال الايصال ديال الاكسجين الى كل مكونات دات ديالي. كيسر عليها في الانتاج ديال الطاقة وبالتالي كنخرج من المشكل ديال العياء اللي ممكن انني نعاني منه. كيرفع عليها من المستوى ديال المناعة ديالي. وكذلك ده تحصيل دهني. تحصيل دهني كل ما كان عندي الاكسجين بزاف. كل ما كان عندي الحديد بزاف. كل ما دك تحصيل دهني ديالي ولا ديال الوليدة ديالي كيكون باذن الله في المستوى العالي. كاللومانيزيوم وما ادركا من المانيزيوم والطور ديله في واحد مجموعة ديل الامور ما يزيد على ميتين وسبعات ديل الزنزيم لي كيخدمهم لومانيزيوم. فاش كتقول ميتين وسبعات ديل الزنزيم صف ديل بأنه بحال لقتي ميتين وسبعات ديل الشركات لي كيخدموا بالوجود ديل المانيزيوم. إلا ما كانش هو ما يقدروش يخدموا ولكن الاساسي في هاد المانيزيوم وكذلك كيلعب على الدور ديل أنه ديك تيارات الكهروميغناطيسية اللي كتجي عبر الموصلات الكهربائية أو سمتو داك المسكل ديالي إلا كان عندي المانيزيوم لمسكل ديالي كيتدبلوبا يسوفي باش أن الإنسان يدير واحد الإجزرسيس فيزيك أو لواحد وجبارية ديال معادية مع المانيزيوم كتشوف بأنه كيكون هناك تجاوب ديال المسكل وممكن أن الكتلة دياله تكبر بسرعة فالرياضيين غالبا ما لكوتش ديالهم تيحاولوا يدخلوا لهم في البرامج الغدائية أشياء اللي كتكون غنية بالمانيزيوم لالي شي لأنه كنعرفو كما كيقولوا علم اليقين أن المانيزيوم كيلعب دور مهم في الرفع من المستوى ديال الكتلة العضلية عند الجسم ديال الإنسان المانيز المانيز تهوى له دور كبير في السترس أوكسيداتيف اللي بحاله تقريبا بحال لبيتامين أ ولمك يكون عندي المانيز كنشوف بأنه السترس أوكسيداتيف كينقص عندي الدماغ كي يشتغل عليه بواحد شكل كبير وكي يخدم على الطبقة الثانية ديال الجلد ديالي والطبقة الثانية هي اللي كتعطيني ديال الفلكسيبيليتي ديال الجلدة غي كنورك على الجلدة كترجع في البلاصة هذيك الرجوع كيرجع أساسا إلى ذاك اللي كيلعبوا هذك الوتيسي كونجنكسيف وكل ما كان عندي ماتين كل ما كان عندي قوي كل ما بحال لك البونجات اللي كان مقفوع لهم ما كيترى لهم ما كي ما كيدخلوش ما كي ما كي ما كنت توقع لهم شديك وكيبقوا دائن شدين المستوى الطبيعي ديالهم كي الفوسفور الفوسفور كذلك من المكونات ديال الاسبيغولين اللي كيلعب دور مهم في أنه كيساعدني على أن المسكول ديالي يخدم بشكل بشكل طبيعي وأنه لنار ديالي كذلك اللي كي خدموه بشكل طبيعي وأنه للا الدورة الدموية أو لا الضغط الدم ديالي كيكون في 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 المستوى الطبيعي دياله بحاله بحال البوتاسيوم الاسبيغولين كذلك قلنا غانية بالكلوروفيل وغانية بسمته بليفيكوسيانين وهدو مضادة الأكسادة اللي جد مهمة في الجسم ديالنا وهدو الليفيكوسيانين والكلوروفيل غادي نخصو لهم إن شاء الله بوحدهم حلقة حلقة اللي غا تكون يعني نخليوا الناس يعرفوا ما معنى الكلوروفيل وما معنى في فيكوسيانين وعلاش للمتخصصين على المستوى الدولي كيحاولوا يخرجوا دي أقراس ولا كيحاولوا دي جيلون باش أنهم يعطيهم مباشرة الجسم ديال إنسان لما لهم من الفوائد على المستوى ديال أداء ديالتات ديالنا نعم إذن ما زالين مكملين معاكم وأكيد مرحبا بالأسئلة ديالكم على الرقم ديالنا صفر خمسة دين وعشرين ستاو تلاتين صفر خمسة ستاو تلاتين ساعد السلام عليكم عليكم والسلام ورحمة الله مرحبا سيدي تفضل الله يرحم لكم الوالدين على هذا البرنامج شكرا لك مرحبا وكنشكرا لكم بزيالنا وكنشكرا لدكتور ديالنا ليه لاختك الله يرحم لك الوالدين تكلموا لنا عن الفيطامينات لا سبرولينا ها ايه وليكن أنا يعني تكلم أستاذ ديالنا عن الشي فيطامينات واخا أهاش نسو أستاذ سؤاليك البيطامينات أو المعادين اها عنا شال خات الجسم ديالنا شال كمية ديالجسم وش الكمية ديالجسم أنا إنسان لكال بحذ دقاء دباء نفت عريض كال عشر تمراض مهام مهام واش كيحتافض؟ وليك يطرح هدك الزبامين الزيدة والا الفائد واخا واش كي يطرح هدوك فمشي بحالي أنا غلنا كل نهار كلي كي يقول ثلاثة دنار هدوك ثلاثة واش أنا الجسم غيحتافض ليه لما كانش غيحتافض ليه نحاول أنه كل نهار ناكل 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 وحدا تاخد غير احتياجات ديالك واخا الله يرحم لك الوهاد هداول أساس موس ودوء الثاني المهم أنا كتا مغا مغا نذكرش الأسماء ديال موكملة الغدائية ولكن كين شو موكملة كتا أنها فت صيدة ليه صيدة ليه صيدة ليه يعني نسي جاري صيدة ليه معروفة من صبرا الصحف كتدير بيوك يعني شي بيوك فمثل الله بيوك يعني فالبع ما نقول إحنا بروبوليس حلا فمثل عميك خوى نعم أشو سؤال ديالك بيوك واش هادك يعني كما كنقوله كي قارن المواطع بيوك نعم مرحبا 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 شكرا لك بزاف سي سعيد بالعكس مرحبا مرحبا بالأسئلة ديالكم كاملة صراحة شكرا لكم وشكرا للوفاء ديالكم وطيقة ديالكم أيضا شكرا سعيد وأكيد كل المستمعين سمعت لي أكيد مرحبا بالأسئلة ديالهم مرحبا بالأسئلة ديال المستمعين فاطمة من الضربية تكلمت على البنت ديالها عند الحساسية مشات عن الطبيب خرج لها الرابوز خاصة تدير واحد المدة ولكن قاتت هي كإضافة سمعت واحد سيدة قاتل أجي يخد المكملات الغدائية وهنا قاتلها سبولي لنا هنا قاتل أنني كتاخدها ليها ولكن الليك تحس أنه واحد من غزة هنا الناس ميكتاخد الحاجة بلا استشارة ديال متخصص بالتغذية أولا بلا استشارة ديال طبيب ديالها ديال متلان كنقوله إحنا أمراض الغداد والتغذية أيضا هنا شنو قدر نجاوبه فاطمة وهو في الحقيقة اللي اسمته وما ينبئكوك مثلو خابير مع مري ما غال مشي عند واحد جاهل احنا ما نتكلمش على الجاهل من ناس ربما كتكون جربت شي حاجة عليها وكتلايق لها كتكولك كنصيحة مثلا عندرت شي حاجة وجات معي غالجي نقولك أستاذ أجي يجربها دي ولاش أدلو صفرة جاتني أنا مزيانة هو فاش نقول جاهل أنا كمحمد أحسين جاهل في واحد المجموعة ديالأمور ولكني كنعرف مجالة أخرى فالمجالة الدولي كان ممكن لي نتكلم فيهم بأرياحية ونعطيك النصيحة الكاملة ولكني فاش نمشي عند تخصص آخر كنمشي ونقولها بكيمة بصريح العبارة كنمشي عند سيادي يعلموني سيادي يقروني سيادي يوروني وهذه مسألة عادية من العيب على الإنسان أن يعلم قبل أن يتعلم أو أن يقول ما لا يعلم فلما كنجي عندك في المجال دي الصحفي أنا ما غنفهمش فيه يقدك وبالتالي لما يكون عندي شي لبس في واحد المسألة كنجي كنقول لك ليلة جميلة أعطيني ما يفيد في هذا المجال هنا أنا غير شرحت لك زعم العموم الناس كيفاش كتأخذ الأمور الناس رمشي معني سأنها عارفة غير مثلا كيف قلت لك بحل مثلا أنا وصفة ديالبردرتها وضقت لي هنجي قديرها جربة من غلقك ضربك البرد رب حل كتأخذ الأمور رمشي كيسون ديرايا ولا إحنا عارفين خالي الناس ربما كتحاول بين قوسين أنها تكون عارفة في كل شي نحن كنهضروا على العموم وربما بزافت سيدات سيد غير سمعني يقول يا بالصحة جميلة رفيا لأن رأى وصفة لقت لي أنا جيد قلت لك علش ما تجربهاش وكتب كانت أتبارك الله رأى كل واحد كيبقى حاكم نفسي كيف كنقوله هذه المسألة هذه ممكن أن ننقبلها لمسألة واحدة لكتسمى مسألة ديالجريبة والإنسان هنا كيسول دات دياله مثلا في الوقتة اللي عاوتاني كيجي كيقول لك ودي هذيك ما تاكلهاش بأي حق غا تقول يا ما تاكلهاش حيث مثلا لما جربتها كليتي دنجال وجربتها دالك الحساسية دونكي غا تجي تعمم عليها أن الحساسية را غا تقيس الناس كاملة لا هنا فين كنقوله ودي يجب علينا أن نسأل الدات ديالنا لما كن ناخد تجربة هنا كن ناخد القرار مع نفسي واش فعلا هاد المادة اطرات عليها ولما اطرات عليها فالسبيغولين ممكن أنا لاخدتها مادة لي ولو ولكن لاخدتها انت يدي لك الحساسية ممكن همتي هناك يكون عنصر هنا فين غيجيو الناس اللي ما عندهم مش الحق يخدوا يخدوا المثلا هاد المكملات الغدائية لما غنجي وغان نجربها على رسي ولقاه بأن دارت لي وحد رد عكسي اطراتي ممكن نقول أنا ما لقتش لي ولكن المخدتها جميلة راه نعطات لها الفوائد ديالها هي ابنت على نتيجة ديالها وهنا لما نجرب ديك طريقة القتابية انها غير صالحة فالاخت اللي تكلمت مزيان فجربت في البنية ديالها لان هادي كيف ما كان الحل مادة غدائية ولكن لما بنت لنا بأن الامر عكسي كنحيدوا لها ممتاز كنحيدوا لها وهنا من بعد غادي نجي شكيلا شنو هي الكمية اللي غادي نعطي العامة الناس ممتي لانها مادة غدائية بمتياز وغادي تعطى كما قلت قبل قليل غادي تعطى سكان العالم لانها هاد المواد الغدائية لأولى العناص المغدية اللي كينا فيها إلي حتمت على المونضمة ديال الصحة العالمية والعجنس ناشونال ديال تهيأ ناركمونداتها ديال ثلاثة الغرام ديال في النهار هاد مؤسسات اللي كي يرعاوا الصحة ديال الامة العالمية وكذلك المنظومة الغدائية دي الامة العالمية قلنا للاجنس نسيونال دولا سيكريوتا سانيتاك دوري أليمونتر والويميس هادو بجوجون نصحو على اساس انه مستقبلا اي لا بغى الانسان ياخد ولكني لمدة ثلاثة اشهر وكن نوقف كنخلي الدات ديالي ترتاح تقريبا في واحد مدة دير شهر شهرين وكن رجعوا تاني الاكل ديالها بهالطريقة هذه فكذلك انا نجرب بما انها مادة غدائية في المستوى العالي وكتسمة الهاتف لنحرم راسي منه لكن كما جاء في الاختنا البنية ديالها خرجوا لها دي بوطن البنية ديالها خرجوا لها وخزات له هذه وخزات خلي ديالي الحبوب بوحديتها ها ديالها خرجوا لها وخزات هنا كيتبين بانه الان هادس عندها يا اما حساسية لها يا اما الجسم بداك يتفاعل معها سبيرولين وراكي قد فرصوا نعم نكخصة تجريبة اللي كتعطيني تجريبة هي اللي غتعطيني للنتيجة الحقيقية نعم جابوا سريعا على نادي ابن ضربيضل بنت ديالة تسعطاشر سانة متر واحد وستين الوزن جبون سوش خمسة واربعين ستا واربعين خدا تحت هي قالت هي خدات على اسألنا كتفتح الشهية باش تزاد في الوزن لاحظوا مرة كيتزاد مرة ما كيتزادش ولكن مشي بشكل اللي هو فغي ما ملاحظ مية في المية وتكلمت على انها بعد دات يخرجوا لبنتا الحبوب في الوجهة ديالة قالت كملي حب السلا بدو تيتحيضوا ايوة في الوقتة لكن اللي لقيت بان الاسبيغولين بدتك تطعي الحبوب هذا ما كيعنيت بان ارها اترات عليها سلبيا ممكن بانه الان هي فعلت واحدة المجموعة ديال العملية ديالة تنقية واللي الكم ديالة تنقية عوض ما يخرج مع البول بطريقة العادية الكم اللي غادي خرج مع البول كانت كتير فالجزن بدك يختار الباب الثالث وعندنا الباب الثالث اولى الكلوة الثالثة هي الابو ديالة وليك يخرج داك ديال السموم اللي كين عندها عبر الاسم كيم ما درتها دي كيم ما درت الاخت تحبسها حتى تحاول عاو تاني وتقول لبنتها تدخل في العملية ديال الصوم باش تزيد تخوي داك شي اللي كان فيها الدخل ومن بعد واحد شهر عاو تاني ترجع للا سبيغولين غا تلقى بان هادوك ما بقى ش كي يجيوا لها كتضعفية ولا كتزيد في الوزن هي الخطأ اللي كيديرو عباد الله هو كي يقول كنا الاخدي تهم بعد الماكلة را كتزيد في الوزن وفعلا غا تزيد في الوزن علاش لانا للمكونات الى كانوا عندي شي سموم داخلية هي كتلعب بضور ديال انا للسموم كتغلف هادوك تغلف بالدهون وكتحطهم في في الجسم ديال الانسان هناك يتزاد في الوزن لا المكملات الغدائية انا كنفضل ناخدها قبل الماكلة باش نستفد من القيمة الغدائية ديالها ويلا اخدي تهم لمن بعد الماكلة نحن نخي صرف الله وقدركم الى المرحض ولكن هنا را كيني الناس ياخدوها باش بتح الشهيتهم وكيني الناس ياخدوه باش يضعفوا اياه في الوقت للي كناخدها هنا قبل الماكلة را كنفعل الميتابوليزم ولما كنفعل الاملي هاد الحرك دون كي نحن دي انطيح الوزن يعني بنادم لي بغا ياخدها باش اغلاد بعد الماكلة ما وكتركز على حسب مستودات ولكني هناك تقولي التركيز ديال موض خيبة مغسينش اننا ندخل الموض خيبة للدد ديالي نعم دابا امسا ياخد الانسان لابغي غلاد قبل الماكلة لا مكنش الابغي غلاد حات الناس كيقولك ما شي كيس عند الغلاد الناس كتفتح شهيتهم دا وش هي كتفتح الشهية هي كتفتح الشهية ولا كتنقص الوزن هي ولا كتسد باش غتفتح لك الشهية الى فتحت الشهية بمعنها كتكبر الميتابوليزم ولا كبر الميتابوليزم كتحرق الدهون اللي كان عندك وشنو قلنا فيها ثلوتين من الوزن ديالها بروتينات هادوك الثلوتين ديال البروتينات مع الوقت هم اللي غي يساهمو في البناء ديال الميسكل وغتزاد فيها الوزن ديالها الطابعي بليميسكل ما شي لحطيتهم بعد الماكلة غيتزاد لي الوزن ديالي بسموم الدهون نعم إلا بغي الإنسان يرقص الوزن قبل الماكلة إلا بغي أشوف اسمعي ليان حت كن فهمك حت هدا والسؤال للناس بغي مو كتنتظر هانا نشطحك كيما كي يقولوا بطريقة بسيطة باش أنا قاعد مستمعين ديالا مليني واحدة واحدة بشي مشكل يالا لما كان ناخد شنو كي يبدأ عندي العملية ديال الأيد والأيد هو العملية ديال الحرق هادا كليكسي ديال الدهون اللي كانت عندي وأنا غليض الدهون كاتمشي نعم لما كاتمشي شنو غيوقع أوتوماتيك مو نازل في الوزن لما غي يمشي دياله هاداك الدهون كلها غادي تمشي شنو عندي في شنو عندي في سبيرولين عندي البروتينات هادوك البروتينات غادي لعبوا دور ديل أنهم غادي عزوا لي الموسكل ومن بعدها غادي نطلع الوزن ديال العادي الطبيعي ديالي وغا نشوف بأن الموسكل اللي ولي كيتزاد عندي ماشي الدهون ماشي الماء لأنك يكون احتباس المائي وكيكون الدهون هي اللي كتزاد كتعطيني زيادة في الوزن خيبة نعم أما أفكلا سبيرولين كنحيد الأشياء الخبيطة ومع الوقت كنزيد نكبر لكاليتي ديال له مسكل دياله كيولي عندي الموسكل ديالي مفتول هاد شي الليش كنعطوه للرياضيين اللي كيدروا الرياضة وكيدروا هي اللي كتعاونوا في اننا الموسكل ديالهم كيزيد قوة نعم آآ سعيد الفيتامينات قال كمي كان اخذوا الواحد الكم ديال واحد مواد غدائية اكيد فيها مجمع من الفيتامينات واش الدات كتاخد غير احتياجات دياله وكتخلص من الباقي واخرها مفيد او لا لا اكزاكتو وهذا هو السؤال اللي كان طرح سي سعيد نجاوب لأنه سؤال في المستوى يعني مخصناش نتعملوا معدات ديالنا على اساس انها بت هي عارفة شنو كتدير في لوقيت اللي كان ناخد المثلة البنان 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 بعد عشرة يام كتلقى غتلقى راسك بانا مقيتش كتحمل البنان لأن الجسم خدالح تياجات دياله وتيقول لك ودي باركة عليها من البنان لأنه خديت وكتدوز واحد شهر كتلقى عواتين كتحمق على البنان لأن ذاك المخزول اللي كان عندك ديال المكونات البنان مشاوف نعم تكلم على البيو 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 راح شوف لما كتلقى اللي تيكتاج فيه بيو خدو نعم لأنه يستحيل أن المؤسسات الوطنية تخلي اني تيكتاج وهدوك لازي تيكتاج راح كيدو زي مؤسسات لي وانا في الكميتي تيكنيك دو نغماليزازيون راح ما يمكن يعلق داك البيو إلا إلا كان بيو وإلا كان مخشوش ومشا وتشوفوا وحصلوا هدوك المؤسسات شكرا لك بزاف ما زالنا حديث وأكيد شكر موصول كل مستمعين سمعت لي أكيد مرحبا بالأسئلة ديالهم في الباقي من المواضيع من حلقة برنامج شادة الأسرة دائما على شادة يفهمه من جديد مرحبا بكل المستمعين سمعت مرحبا دائما بتساؤلات ديالكم وأكيد مجموعة من المواضيع كذلك من خلال فقرة هو وهي دائما كنختروا مواضيع كتخص الحياة ديالنا وكتخص حياتنا كأزواج مرحبا باش أنكم دائما تعطونا تعليق ديالكم من خلال الصفحة الرسمية شادة يفهم البوستة نزلو لكم من دابا شوية اليوم هنتكلموا على صفر الكوبل كل واحد في وحده أو مع أصحابه كتحل المشاكل أولا كتزيدة يعني في كتير المرات كين بعد الأزواج نتيوك ما عليش خلينا ندير واحد نخلقوا نفس جديد في العائلة ديالنا وانا أنا مثلا نصفر مع أصحابي يتصفر مع العائلة ديالها أولا تصفر بوحدتها أولا باش نعودوا وتاني رجعوا لا لنكاد لا للخيصام ولا دا وكين أزواج لي لا رجليه لاشلك دانك هذا هو السؤال ديالنا اللي غنزلو لكم على صفحة رسمية جديد وتقولنا واش نتوما اليوم معا أو ضد واش ولات عادية أن الكوبل يعني كل واحد يصفر بوحدته أو لا كل واحد يعني يختار واحد الفترة من السنة أنه باش حت بزاف أكيد في علم الطاقة وغيرها وهذا الشي دالأزواج بزاف يتكلم على أن خاصة تكون واحد الراحة واحد المرحلة ديال أن الإنسان ينفاصل واحد لوقيته باش عاودي يجدد ويعود يعني يجدد الحب يجدد والمشاعر مجدد وجديد أنتم معا أو لا ضد ولا تتشوفوا لا أن كزوج أو لا زوجة خاصة يكون مع بعض أولا في إطار عائلي مرحبا بتواصل ديالكم من خلال هاد الفقرة هدي ومن خلال تعليقات ديالكم على الصفحة الرسمية شديفين أكيد كنسولوا على الصحة ديالنا بما عندنا تكلمنا على الكبد اللي هو واحد الجزء واحد العضو جد جد مهم في الدات ديالنا أكيد غنتكلمون نشوفوا حتى ربما كيفاش نهتموا به رفقة دكتورة سنة مطع لأخصائية في أمراض الكبد سول على صحتك مثلا تكلموا على الكبد أجي نشرحوا الناس شنا هو لأنه ربما كنتكلموا على الأعداء ديال الجسم كاملة ولكن كنا عرفوا أنه كان أعداء اللي هي كنقوله أعداء نبيلة فمنها الكبد طبعا الكبد هو إفكسي لمعضو نبيل علاش لأنه فيتال ما معناها يعني أنا ما يمكنناش نعيشه بلا كبد صح ديالغة الكبد هو واحد أكبر غدة في الجسم هو من أكبر الأعداء اللي في الجسم واللي عنده بزاف ديال الوظائف اللي حيوية واللي ضروري للجسم اللي من غيره ما يمكنناش نعيشه من بين الوظائف جاله أنه كي ينقيد ذات من السموم أنه كي يفرز واحد البروتينات اللي ضروري للجسم أهم هالالبومين أنه كيفرز المواد ديال تخطر الدم دونك بزاف ديال البروتينات والفيتامينات وعنده علاقة مع الدهون مع تخزين ديال السكريات يعني جميع الوظائف كتلقى الكبد داخل دونك ممكناش نعيشه بلا بيه وهو عضو مهم جدا لهذا الأمراض اللي كي يصيبوا الكبد خصنا نردوا البل منهم وخصنا نقلبوا عليهم باش نحاولوا نعجوهم قبل ما يتطور المرض ويعطي مضاعفات اللي لا رجعتها فيها أكيد إحنا اليوم ربما بزافت الناس سناء كتتكلم مثل نتكلموا على الكبد كانتكلموا على التهابات الفيروسية اللي كتتكلم بالكبد أكيد اللي باتيت من الأشياء اللي ناس كتتكلم عليها اليوم سيفغي كان خافوا منها صراحة ولكن الإنسان كي بغي يعرف كيفاش كتجي وكيفاش كتطور والأعراض ديالها بش رضو البال نبدأوا بأقل لها ربما وضريف ديالها اللي ديالها باتيالها بد الفيروسية كل أنواع ما كانش غير الا والب والسي كان الا والبي والسي والدي والأ دكار هما خمسة ديال أنواع سيفغي كمام معروفاش الد والأ معروفينش بزدف ولكن حتى هما كينين اللي عدين قياك انه كين الا اللي كيقولو علي سهل هما غالباً يمروا مرور الكرة وغالباً لا يدهو أمراض المزمينة في إلتهابات المزمينة الكابيد المشكلة في إن كانت أنه تحتاج إلى المزمينة أن يكون من بعد المدة تلايف وتشمع على الكابيد البيو السي هي الوحيدة التي تتحول المزمينة البي كانت معها الدي ولا ما كانت معها حيث بعد مرة كيكونوا البي والدي عند نفس المريض دونك البي والسهم اللي كيتحولوا المزمينة اللي كتكون حادة هي الأو والأو غالباً ولو غالش قلت بأنه ماشي سهلة في بعض الحالات الالتهاب الفيروس الأو لأنه بعد مرة كي يجيب طريقة شديدة وكيتسمى الالتهاب الخاطف دكوغ في الميناء شنو كيوقع اللي أخصنا عارفوا بعدها بأن الكابيد مقتش كي يبين الأعراض دياله كيبينها من كي تقاس كتر من 90% من الحجم دياله الكابيد مسكين مقاوم ما تيهدرش ما تيصامت يعني الأمراض دياله كيحاول الخدمة الخدمة وسكات اكزاكت ماسكي فيه نهار اللي غتعرفي بأنه هو مريض عرفي رفغي ما تقاس الحجم دياله كبير 90% الحجم دياله غالباً كيدوز مرور الكيرام كيما قلت لك كيبقى الأعراض دياله ده من هدر الأعراض من البايد كتراوح ما بين أسبوع حتى الأسبوعين حتى سيتات أسابيع وكيمشي دكوغ البيو سي لا البيو سي كيقدري تحول المزمن دونك من بعد كيكيما قلنا تجموعد الكابيد نعم أجي نتكلم على الأعراض دياله ومنين تيجي الأسباب اللي كتخلي هاد الباديتات بدا تجي عاد باش مشيوا الواحد بواحد كيبيا بالكابي الفيروسية هو من一同 ناحية ضريف لأنه كما قلت كيمر بسرعة يعني الأعراض دياله كتجي كتبقى واحد أسبوعين حتى سيتات أسابيع وكيمشي وكيبراء وخب بدون دواء لكن الأعراض دياله غالباً كتشفى في الأول الانفلوانزا. بحالش? يعني كيكون المريض كي لعياء شديد. كيكون آآ بعد المرض حمى سخانة تطلع له. بعد المرض كيجيل غثيان كي تقية. كيقول لك نفاصل جالي تيدروني. ما قادرش نتحرك. دونك هاد الاعراض كيكون غالبا هي البداية. بعد المرض كيكون سفرار. كيطلع سفورية. فين كيطلع سفورية فين كتبان. سيخطو في العينين في الأبيض ديال العينين. كتبان سفورية ومن تحت اللسان. ما كوغ بعد المرض كيقول لك يا حكا. وغالباً كيكون كم قوت لك العياء الشديد. صح. هاد هو ما الاعراض اللي كتكون متداول. بعد المرض كيكون ألم في الجانب العلوي الايمن ديال البطن. حسنك بين كين اللكفي الكابيد كين في الجانب الايمان العلوي ديال المطن. دونśك يكون بعد المرض. ألم تسمعك. على قلی الفيروس دیال اللobicاتذ ديال التهاب الكابين الفيروسيين بالنوعه. المشكل اللي كان انه بعد مرض كيما قلت كيجي خاطف كيتسمي التهاب الخاطف. أه droite المينات شنو كيوقع الكابيد ما كيبقاش يقدر يدير الوظيفة جالو اللي هي انه دم ما كيبقاش يقدر يكون موات تختور دم دون كيز توقع اموغاجي ديز اموغاجي يعني انه الدم كيو اللي يهبط بكترة ما كيبقاش يقدر يدير يعني يصفي السموم لك شنو كيوقع كيوقع المريض في غيبوبة صحيح هنا كيكون مشكل دي الفشل كبيدي حاد اللي المريض كيدخل به الانعاش واللي ضروري خصو زراعة الكابيد مستعجل نافين كينا الخطورة من غير هاد شي غالبا يعني كيمر مرور كيما قلت الكيرام كيبقى خصو الراحة وخصو ومناش بعدك يجي على الاسباب ديالو غالبا كيكون يعني غير انتقال عبر الاكل ولا يعني الماء اللي كيكون ملوث بها الاني قلة نظافة يعني مش قلة نظافة مش قلة نظافة انك كتاكل الاكل اللي يقدر يكون ملوث مش بدرورة يعني انها قلة نظافة ولكن يعني انه تيوقع بعد المرات انه تيكون ملوث يعني اما ببراس جال جال انسان اللي كان فيه الفيروس ولا ولا دونك كتاحمي منه بطبيع الحال نظافة نغسلوا الاكل قبل ما نناكلوهن الماء احته هو يكون من نشربوش اي اي ماء اه فالا دونك بطبيع الحال هاد الامور هادي كتاحمي بزاف من هاد النوع الفيروس هات نعم تكلمنا على انه بعد ما سكتوصل الخطورة ديالو لزراعة الكابد وهدي مسألة اللي ماشي سهلة لان الانسان غير يبضي سنة بعدها باش يكون كابدو هاد الامور كلها امراض كاي الناس اللي كيكونوا حاملين الفيروس وكاي الناس اللي ربما ما تيبانوش الاعراض ديالو ولكن تيكونوا كيف كان قولوه كي يكونوا المضاعفات هم ربما اللي كيوصلوا انهم الاستيشفاء اشنو يادنو هاد المضاعفات وخحنا كنتم نتمنى وتشوح انا يوصل لها بالعكس انا يكون شخص في البداية باش العلاجات كتاعتها على الاقل اوكل ديالا اهنا فين كتكون اهنا فين كتكمن صعوبة لان المضاعفات كتكون شوية قاسحة من ناحية من ناحية ديال ان الكابد كيما قلت ما كيبقاش يخدم كيبقاش يدي الوظائف جالو نهائيا دونك من الوظائف اللي قلنا انه تخطر الدم ما تبقاش فرص دونك توقع نازيف كيبقاش نازيف اما المريض كيقول كيبقاش يدقي الدم كيبقاش يدقي الدم بس كيبقاش في البلعوم ديالنا واحد العريقات اللي كيتنفخوه وكيترتقوه تتقيهم المريض ولي كيكونوا غالبا ناتجين على الإيبارتنشون بوغطال يعني زيادة ديال الضغط في واحد الأوعية اللي غالبا كيكون ناتج على تشمع ديال كابد كين بعد المريض كيخرج ديالو كحل اللون ديالو احتى هو نوع من نازيف كين المريض بعد المريض اللي كيطلع له صفورية كتيرة لكتغ ديال دونك وهد الحالة هدي كتكون في بعض الأعراض ديال سرطان ديال الكابد ليستوام المضاعفات كين بعد المريض اللي كيبقاش كيما قلنا كيبقاش يفرز دونك منه كيمرضه كيقع تشمع ما كيبقاش يفرز للبومين دونك المريض كيتنفخ كيعمر بالماء كيقول كرع عنده الماء في الكرش جيالو رجليه منفوخين عمرين بالماء دونك هادو أعراض ومضاعفات اللي سعيبة كجي الحكا فدات جيالو اللي ما كتبقاش بغاية تحيد نهائيا الحكا فدات كاملة مش الحكا فبلاسة وحدة حيث حانوحد كجي حكا فبلاسة وحدة تيقول كراني عندي كيشك ألوخ كهية الحكا ديال كبدا كتكون فدات كاملة دونك هادو غالبا هما المضاعفات ديال تشمع الكابيد وبقى المرات المريض كيدخل في غيبوبة كابيدية لأنه ما كيبقاش للكابيد كيينقي السموم دونك وضاعف جالو كامل ما كيبقاش دونك كيبانو المضاعفات اللي فغيمن صعيبة كيدخل في غيبوبة وقدر يؤدي بهات شحة الوفاة وبعض الحالات يعني كيتبقى الزراعة هي زراعة الكابيد هي الحل الوحيد من جديد مرحبا بكل المستمع مرحبا دائما بالتواصل ديالكم رقمنا باش انكم تعطيونا الشيوات ديالكم لمجربة والجيدة علاش الله من خلال الرقم ديالنا اللي هو صفر خمسة تين وعشرين ستا وتلاتين صفر خمسة ستا وتلاتين كيف قلت كي الموضوع ايضا من خلال فقرات هووية كيخص الازواج وكيخص صفر ديالهم اليوم واش عادي ان الواحد في الكوبل ان هو يصفر بوحده او اللي يصفر مع اسحابه او اللي مع شي حد من العائلة او اللي لا واش عادية انا نقبله في الطرف يعني ان الراجل يقدر يصفر ويدير هاد شي او لالسيدة اللي او لليوم واللي عادي ان الازواج يختاروا واحد الوقت من السنة ان ذاك الانفصال كيف كان قولو اللي كي جدد العلاقة من بعد الناس كزوك ما ليش اجي ناخدوا واحد تقريبا واحد اسبوع او لا ثلاثيام او لاربعيام في السنة اللي نقدر انني يمشي انا فيها بوحدي نسافر فيها نبدل فيها الجوب بوحدي او لهو يبدل فيها الجوب باش كنعودعو تاني تجدد الحياة مجدة وجديد هذا هو الموضوع ديالنا في فقرة هو و هي اكيد مرحبا بالتعليقات ديالكم على الصفحة الرسمية شدايفة اما دابفها من موضوعنا هو الاكل اذا مجموعة من الوصفات دائما تتشاركوها معنا من خلال التواصل ديالكم على الرقم ديالنا اللي هو 0522 0536 اكيد يعني كانت تكلموا على وصفات وتنتكلموا على امور اللي هي كتكون عادية وليممكن اننا نحضروها اليوم هنتكلموا على بعض السلطات السخينة الباردة علاش لاننا نستطيبوها ومن بعد كنا قدروا نحتفظوا بها خاصة الناس اللي تيكونوا مثلا طبيعة العمل ديالهم انه الانسان كيقدر انا يرجع ما بين 12 جوج ولكن غير جاعد غير جاعد وحنا تنعرفوا انه الانسان ما يرجع ما بين 12 جوج للدار دياله مثلا غير يتغدى غير يجمع ديك اللواني يقدر يرتاح واحد شوية وهذا هو الاساس اننا خصنا نرتاح واحد شوية عدش نوليو الخدمات ديالنا باش نحسو بتجديد وكذلك الناس اللي كتكون يعني ان العمل ديالها مستعمر لوقت دياله فخاصة ساخد معها الماكلة ديالها اليوم هنتكلموا على بعض صلاتات ولي الوقت ديالها اليوم كنتكلموا على الفول الفول اللي موجود ولي الوقت دياله وحنا كنتستهلكوا اكيد السهلة كان دياله تيختلف من شخص الشخص من قدرون نقولو انه كيدر كسكسو الناس كدير كسكسو كيجي لديد من غير الفول اللي كان قولو يابس او لا كارم اللي ممكن ان يدروه الناس في البصارة وغيرها متكلموا ايضا على الفول اللي كان شرملوه كي بقام الوصفات الزوينة واللي ممكن ان الانسان فعلا انه يستفد منها علاش غناخدو كمية ديال الفول اكيد كتغسل مزيان كيتنقى ذاك الارف وكان حاولو اننا نديروها في الماء او لا نفورو على حسب كيتسلق مع ورقة ديال سيدنا موسى وشوية ديال ملحو كيتسلق دائما منخليوش يمشي لذيك الدرجة ديال السليق اللي كيولي منخليوش يمشي ديك الدرجة 100% نحاولو انا نديرو الماء برد لانا يبقى بقي سخون او لا كنخليو في الماء تسليق وحنا طفينا البوطة را كيكمل سليق ديال وكيكمل طياب ديال وفي درجة الحرارة ديال ديال الماء نحاولو نخليو يعني يتصف ونخليو يعني وانا وكي يبرد فهدل اثناء كمشيو كاندير بالقرادة كانقرضو مع بعديتهم ردو دائما لبال للملحة كانديرو في ديال البوطة كانضيفو عليهم بصيلة اللي تكون صغيرة كانشلضوها رقيق يعني بزاف وشويشة الملح وشويشة البزار الى ما كانت ديال الملح في القصبرون مع دنوس مع التومة كانضيفو هو الاخير ونقدرون نضيفو شوية ديال السودانية وكانحركو وكانضيفو عليهم كمية ديال زيت الزيتون كانخلطو الكل انبعد كانضيفو عليهم ذاك الفول اللي شرمناه او لذاك الفول اللي سلقناه وكانسدو البوطة ديالنا وكانحركو وكانخليو كيتشرمول وكيتلبس بهاد المكونة ولا بهاد الشرمولة هادي اللي فيها البصيلة وكيتجير اعصى راحة وكانحطوه يعني في البوطة ديالنا بعد ما كيبريد كنحطوه في طلاجة كتبقي انه كيتزيم انه مثلا الناس يكدي معها لانش بوكس ديالها ديال الماكلة وهذا تقدر تبارك الله ركنين باشكال اللي هي مختلفة فيها يعني بزاف ديال الجيهات نقدرو في جيهة نحطو فيها الفول جيهة نحطو فيها خزو جيهة نحطو فيها مثلا اللوبيا جيهة نحطو فيها بطاطا جيهة نحطو فيها ديالك ستاعة شيهة ديالبروتينات مثلا لحام او كفتاء او حوت او اللي بغيتو انه ماكلتكم كتجي متوازنة عاد باش اللي بغينا نضيفو صلاتة خضرة كيكون الماكلة اللي هي زويون ومتوازنة ايضا هذا بالنسبة الفول بما ان الوقت ديالو نستفدو منو بهد الشكل هذا كيجي زوين كنقدرون ناكلوه سخون كيف ممكن ان ناخدوه يعني بهد الشكل كيكون بارد يعني مادا قوما كيتبدلش وكيكون زويون يعني السيدة اللي تتخدم اولى هذا ممكن انها تدير هاد النوع من السلاطات وتحطها عندها فتلاجة يعني وكتحطها الوقت الاستعمال ديالها الى كانت غتجي مزروبة من الخدمة ديالها را كان قدروا كيف نقول احنا بدريجة تشحرك فتاو هادا وتحط مع هاد النوع من السلاطات او لدي البيض وتحط مع هاد النوع ديال السلاطات كتولي انها غديوة مغيم وكتشبيع ومتنوع نتكلمو كذلك على الجزر الجزر او لاخيز زو حتى وممكن شرملو بنفس بو لكن بشكل اخر انا سلقتك تولي تمس منك تسلق كنحيدو من الماء وكنخلي وكيبرد كنمشي وكنديرو يعني الشرمولة ديالنا هنا شرمولة ديالنا غنديرو فيها البصلة لا تكون مقرضة صغير وشوية ضربعوا المعدنوس تهو مايا ومع ذاك الجزر وكان نديرو شوية الحامض وشوية زيت الزيتون وشوية ملحة شوية البزار وشوية سكنجبير طري تهو وكنخلطو العناصر ديالنا كلما بعد هاي البوطة ديالنا فيها خيزو بطريقة اللي هي زوينة ومحمضة وكنحطوها تهي باش أنا نستهلكوها نمشي وكذلك بنسبة الناس اللي كتبغي تاخد الكورجات او لالقرع الخضرات هي كتجي رائعة غير هي رضو خورات مزيان فكت تمأس لنا ما كيبقاش منظرها بين هناخدو لقرع الخضرات حتى هي غنقطعوها مربعات ما تكون شي صغيرة هتكون متوسطة ونعملوها تفور شوية ونخلوها دائما تبقى بحلي خضرات شوية ديك ساعات كنقدرو اننا ندلو لها الصوس ديالها اللي بغينا صراحة كتجيزوين مع شوية ديال حامض شوية ديال زيت الزيتون شوية ديال بصلة او شوية ديال تومة اللي انتم ما بغيين كتقدرو تديرو لها وكتزيدو اليها اراد داك البزر كيعطي داك العكول وغا داك نقيطات ديال وليها ممكن ان ندلو شي ديال سودان وكي جي لها زوين وكنحط هاتي في بوط احنا تقريبا ثلاثة ديال سلاطات اللي ممكن اننا نستهلكم سخان كيف ممكن ان نستهلكم باردين وممكن اننا نحتوضو بيهم في تلاجة ديالنا نجي والعنصر اخر اللي هو الناس كلها كتبغي تستهلكم مي انا البطاطا كنفضلو انها تصيب في ذاك الوقيت او تكل في ذاك الوقيت اننا ما نخلي وهاش لان يملك تخلي الى الخيز هذا بحل تعطي واحد الماضاق في شكل يعني رغير مثلا الانسان خدا صندويت وهذا وكان فيه البطاطا والبصلة تعطي واحد الماضاق اللي هو زوين في الول ولكن لخلي واحد الوقت ما كيبقى شي زوين فعمل احسن اننا البطاطا الى لك زوين من غير الناس تعملها تاجين او لها دا وكان من السما بوحد شكل ورائع هناخدو يعني اللوبي الخضر ديالنا نقطعوها طريفات لحاولو اننا نجيبوه نفس القياس ما فيها بس من بعد فاحنا نديروهم كيتسلقون من بعد ما كتسلق ديما تنقول انا ما توصلش درسة تسلق المية في المية من المسخون نزلوها في المبارد اللي في مكعبة ديال لجاد شي باش يحبس طياب ديال بنوس الوقت باش كي يخلي دك لك لغ ديال الخضر انه يبقى بعين بعد ناخدو مقيلة نديرو فيها شوية ديال الزبدة مع بصيلة صغيرة مش ضقيق شوية ديال ملح وكان نحاولو انا ننصو وفيها هاد اللوبيه هادي كتلبس بدك بدك لبصيلة ديال ساعة ممكن نديرو كرشة اخيرة شوية ديال قصبر مقردين ولكن تي بينين ماشي مقردين مية في المية وكان نحتفظ بها تهيية تقدس بقالنا يوم حتى اليومين يعني في تلاجة ديالنا وهكذا نقدر نديرو واحد صلاطة متنوئة بهد الخوضر هادو دون كان عليش تكلمت على هاد النوع لان بزاف تمنى تحل تلاجة تلقى سبارك الله فيها بزاف ديال حاجات فيها البصلة فيها مطيش فيها خيز ولكن نقدرون نستعملون بهد الشكل باش ما يجيش واحد نهار نجيو نطلع لالتلاجة نقو هادي خسرات هادي خماجة هادي صافي ما بقاتش شو كلوات اللهم انني نجيب الحاجة لك تعرف راسي انني مغان ستهلك كل نهار نطيبها كل نهار نطيبها بهد الشكل ونحتفظ بها في تلاجة وهكذا كتخفف لك والوقت اللي اخويتي را كيكون نربح لك اكيد مرحبا دائما متواصل ديالكم بتعليقات ديالكم من خلال موضوع ديالنا اللي دائما على الصفحة الرسمية تشاد يفعما رفقة كل المستمعات والمستمعين الحادقات والحادقين ايضا ممكن انكم تواصلوا معنا تعطونا اقتراحاتكم علش الله تشاركوها معنا باقين في الوصفات اللي كنقول اشتويوا ديال الوقت ايضا من خلال التواصل معنا على الرقم اللي هو 0522 36 0536 منذكر ايضا موضوعنا من خلال فقرة هو وهي اكيد مواضيع دائما كتخص الحياة الزوجية ديالنا واليوم اختارينا اننا نتكلم على الصفر للصفر سبع فوائد اكيد كان جددو الروح فيها بزاف ديالحاجات كتكتاشف عادات تقاليد كتكتاشف شخصية وشخصية الشخص لصفر معك فيها بزاف ديالامور كتعرف رسك علش قاد بزاف بزاف ديالحاجات خاطت انك لنس اللي كي املوا السفرية اللي فيها مغامرة وغير او المتسلقين او الناس ديالاستغوار يدخلوا الكهوف يعني فيها كل حاجة وفيها الفوائد ديالها ما اليوم احنا نتكلم على الصفر ديالكوبل كل واحد بوحديته مثلا وش في فوائد اولالة وش كتشوفوا انه زوين انه تكون هاد الحرية البسيطة اللي تقدر تكون مرة في العام مثلا اولا شي حاجة باش الانسان يبقى على راحته اولا الانسان يجدد الخواطر كيف كان قوله هذا هو السؤال ديالي اليوم مش في الكوبل ممكن انكم تسمحوا البعض ان كل واحد فيكم يصافر بوحدته ولو مرة في السنة يصافر مع اصحابه مع العائلة دياله بوسي كي يقولي جامل نشوف هاد المسألة دي وش كتشوفوا انها موجودة او لا لا وش ممكن او لا لا وش مني في اود العلاقة الزوجية كتتكون ممكنة ومن بعد الله ولكن دابا اكيد شيوة المختارة والمجربة رفقة كل الحادقات والحادقين اللي ممكن انهم يتوصلوا معنا دائما رقمنا نذكروا به اللي هو 0529 36 05 36 تكلمنا على الصلاطات وتكلمنا على امور اللي ممكن انا نحضروها دا مغامش نتكلم على واحد الحاجة اللي صار حزوينة بزف وكنستهلكوها بشكل اللي نقدرون نقوله بطريقة اولا جوج طرق اليوم اللي هي القرعة الحمرة القرعة الحمرة ما شاء الله من الحاجة اللي زوينة وكتزين اللي تكسو هذا واليوم واللو الناس كيصيبوها وكيزينو بها ايضا مثلا كيف كنقولوك القرعة المعسلة الناس اللي يوم كيزينو بها مثلا الحم كتجي رائعة انا كتزين بها الحم يعني بحل الضغميرة تقيلة اللي كنت تحطو على الحم هادي بحل القرعة المعسلة كتتحط على الحم واكيد راه كنزينوها بشو دي القرقاء وليش حاجة وكتجي رائعة جدا هاد البصيلة هادي كيناس اللي كيديروها فكسكسو كل واحد فين ما انا شفتها في الحم سراح وكتجي لديدة بزاف ما احنا اليوم غنشوفو مكعبات دي القرعة الحمراء اللي ممكن ان نستهلكوهم يعني انها بهذا الوقت دي الاشتاء وممكن ان نستهلكوهم حتى مع الشربات كان نشدوها وننقيوها ونقطعوها مربعات متوسطة من بعد فنعملوها كتفور ما نضيفو لها تاشي حاجة من بعد ما كتفور فنعمشو وناخدو واحد كاثرول كندلو في شوية دي الزبدة وشوية دي السكار ونخليهم يدوبوا ويسيح داك السكار في الزبيدة من بعد نجيبو هاد المكعبات ونحاولو السهلة وكتتأخذيهم يعني ما راتي تقدرو يتمسو انك تديرهم على طرف دي الباقات او لا توست او لا شي حاجة كتكون ديجة محمرة وكتأخذي مع الشربة ديالك في الليل او لهذا طريقة اللي هي زوينة وكتأخذي بها القرعة وكتستفدي منها حتى هي علش الله بما انني تكلمت على هاد هاد النوع من من الامور كين كذلك بالبطاطة حلوة البطاطة حلوة شفنا الفوائد ديالها الكتيرة مع كتير مختصين اللي كيكونوا معنا بخلال برده من شادة الاسرة وشفنا انها لقيتة ديالها وانها كتنفع في البرد وحتى الناس اللي عندهم السكر شفنا معهم انها مفيدة لهم البطاطة الحلوة ربما احنا هنا في المغرب كان اخذوها فتاجين الغالب ديالنا فتاجين ولكن كتجير اعجدنا في الفران يعني كنشوفوا انه على برا الوليدات اللي غيكونوا كيسموا غيقولوا وراك نشوفها بطاطة جميلة في الرسم التاريكة مني تنشوفوا انك يقولوا البطاطة حلوة صراحة نتجيرها اعجي هي خاص نعرفوا كيفاش نحطوها كتاخدين البطاطة حلوة ديالك كتغسليها مزيان لان في الغريب كتكون متربة بزيف كتغسل مزيان من بعد كان حاولو انا ننضير فيها تقوب بالبوس من بعد كانجيبو الورق ديال الطهي والفوقاني وتحت منو البطاطة الحلوة كاي الناس اللي كيرشو علها شوي ديالزيت الزيتون كاي الناس اللي كيدهنو بشي ديالزبيضة كل واحد واشنو وكانحاولو اننا نغلفوها وكانحطوها في طاوة ديالفران وكانخليوها كالطيب على خطر خطرها مني كالطيب فهي زوينة كتحي ديالت القشرة ديال لو كتاكل لها كاكة جي رائعة جدا نعطي طريقة اخرى ايضا اللي ممكن اننا نديروها بحل ديالنا القرعة الخضرة لاننا كان اخدو البطاطة الحلوة وكانحاولو اننا بشي كانحاولو كاننقيوها من بعد مما كتنقى كانقطعوها مربعة او مكعبة شكل اللي بغيتو وكانديروها حتيكة تفور واحد شوية غرية تفور ودبقى شادة فراسة شوية من بعد ما كتفور كانديرو نفس الطريقة ديال القرعة الخضرة الزبدة مع شوية ديال السكر ولا هذا غير سكر ما يكون شي بزيف وكانحاولو اننا نقرملوها او لندوروها حتى قد قرمل شوية وكانحا نقدموها ديك ساعات تكررشوها بشوية ديال زنجلان السمسم لانا كتجير اعجدا يعني من الاشياء ايضا اللي شفتها وليفتات الانتباه ديال وقدتنشاركها مع كل مستمع مستمع هو كيف كانقولو رقائق البطاطس او الشيبس ولكن بانواع اخرى من الخضر كان بزاف ديال اغلبية نا كيدير ديال البطاطا ميرا كانت ديال البنجر او البيت خاف او البربا كانت ديال البطاطا حلوة كان بزاف ديال خضروات اللي ممكن اننا نديروهم بشكل بحل بحل الشيبس مثلا بالنسبة البنجر او يعني البربا ممكن اننا كتنقة وكان قطعوها شرائح دائرية يعني مي كان شرائح يعني رقيقة شوية وكان ديرو طاوة ديالنا كان نغلفوها بالورق ديال الطهي وكان حطوه في هاد شرائح كندخلون فران لفوق بحل كنخليهم انهم يتبخرون من داك المال فيهم بعد كننزلوها لتحت بحل مثلا في داك المال فيها كيتحيد وكتقدري انك تستهليكيها هنا باش السهلة كتيل هاي جزوي ممكن انك يتعلم الناس اللي كيبعو يستهلكو بهالطرق هادي اه كتديري معها سوس اللي مختلفة مايونيز بالتومة مايونيز هاكدك يعني وصفات اللي انتي كتبغيها داك مختلفين وكتبقي تأكلها بها وكتجي مقرملة وكتجي رائعة باش انك تستفدي منها البطاطة الحلوة ايضا حتى هي ممكن انك تدير بها درقائق هادو هي انك تاخدها كتنق وكتقطعها هاتي دوائر ما تكون شي رقيقة بزاف وكتحطي تايف يعني في الطاوة دي الفران على الورق دي الطاحي وكتخليها كتفل فوق في الفران بحل كتبدا تبخر بشوية بشوية يعني الحرارة هدا مخاصة تكون مفغيمة عالية تكون منتوسطة باش تاخد الطيب دي على خطرها بعد كتنزلها لتحت باش انها سفي تتتحمر وكيحيد من هدا كل ما وممكن تهي تقدمها يعني مع دي الصوس وهدا وتاكلها يعني هنا كبدائل مش دائما نستهلك الطاطة منقدرون ناخدو شي حويجات لي تهي صحية كتر وتستهلك بطريقة اللي هي زوينة كيني شي مواد اللي فغيم وكيتفاعل مع بعض دي اتهم وغير رجع ونشوف معاكم هد المرة من الاشياء دجاج من الحاجات اللي محبوبة عند بزاف دي الناس وانا من الوصفات صراحة لمحببة وكتعجبني وكتجي انني كتفكرنا بالاكل الاسيوي والميكسيكي ايضا اللي هي الجنيوحات دي الجاج معسلين برشة دي الزنجلان رائعين جدا غير رجعون عندكم هد الاقتراح هيدا واكيد مرحبا الاختراح دي لكم ممكن تعطوها من خلال تواصل معنا مباشرة على رقم دي النا اللي هو صفر خمسة اتنين وعشرين ستا وثلاثين صفر خمسة ستا وثلاثين كيف ممكن لكم كذلك انكم تواصلوا معنا من خلال تعليقات دي لكم على صفحة رسمية انشاء داي فام لان كان موضوع نزلنا وثلاثين اليوم الموضوع دي لنا فقرات هو وهي هو الصفر دي الكوبل او كل واحد بوحده او مع اصحابه واش كتتحلى او لا كتزيد المشاكل الزوجية لانا كان عارفو بكتير مرات كين اليوم بزاف دي الازواج او بزاف دي الكوبل يقول لك مرة من رخص الانسان فعلا انه ياخذ واحد العطلة بوحدته اول شي كي قلس مع راسه كيرتح بوحده كيهتم براسه وكيرجع يعني بحياة جديدة برؤية جديدة وكي نس لله جوج دي كل واحد كيفش كي يشوف الامر اكيد مرحبا بتعليقات دي لكم على الصفحة الرسمية شديدة مرحبا بتعليقات مباشرة من خلال الرقم دي الهو سفر الفاتف على الصفحة الرسمية شديدة هم تكلمت هاد السفر بالذات دي الكوبل يسفر بوحده مع اصحابه هو المشكل بذاته وشحمه يعني ضد الفكرة من الاساس ان كل واحد او كوبل ان يسفر واحد بوحده بالنسبة الحفظة تكلمت من الافضل ان يسفر زوجين مع لاستمتع بالسفر لتفادي بعض المشاكل كالغيرة والشك وحنا على الامر هدا سوونا هاد السؤال واش كيخلق مشكل كتر او ولا بالعكس يعني من يسا تكون مثلا يعني منقدر نقول شي مشكل كايين او لشي حاجة وكان تفاد ونقول اجي نبتلج كل واحد نخلي يكون على راحته او لا نخلي هتكون على راحتها دو سؤالي للكم اكيد مرحبا دائما بالاسئلة ديالكم اولب اراءكم مباشرة على 0522 36 37 36 لا لطيفة من الدرب صباح النور صباح الخير حبيبك الله يحبذك لي مرحبا الحمد الله يحبذك الحمد لله بالنسبة لما تفضر على الموضوع ديال الكوف اللي غادي يصفر تخلي يصفر بوحد ولا لا لا بالنسبة للكوف المرأ رجل والأصحاب والأزواج والأزواج وش قدرت تخلي رجلك يصفر بوحده والقدر يخليك تصافري بوحدتك يا صراحة الله ما غادي شيبغي دائما تتقو واحد شوكوك اه واحد الغيرة وواحد شوكوك ما غادي شيبغي وانتي يا الله أنا لا 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 يعني واخرتي يقولك أنا غادي مع الأصدقاء وغادي هذه الكرمان تقدر لطيفة نعم لطيفة كان وحد الوقيت كانوا الناس يتكلمون يقولك لا بعد مرة تقدر تخليها على راحته أو لا تخلي على راحته أنه يسافر مثلا هي مع العائلة أو لا تهوى مع العائلة أو بوحدته لأنك يقولك في الرجوع أنه تجدد العلاقة جديد كان تجدد الحب بزاف الأمور لكن في الوقت ديالنا ده بالحالي تغير هذه الفكرة على أي كانت في الأول لا كنت تخلي يصابر ببعضه لا بحث شكل ديال والدين نعم تنصي صافر كل واحد وهذا ولكن كل بينات محقيقة وكانت نعم ده بالله ده العكس إذا هم من دي بار زوجي أصلا شي خيط من شي شي دائمي كل واحد خدام هذا يدعون القادية ديال فالشهر أجل تحجز ونحط ذا الوصف لا يبدأ ويقول لا أنت أدري أدوى أنا أدري هذه نعم لا يمزل نبين الأمر من الأول ها ما تذكر يعني حتى بش يمشي يخرج هكا بوحده يسافر بوحده مع أصحابه ويصد لكن ما لا واختي خرجوا برحال ينرى ولا تدقى ديالنس العيالات أنا وحدة من النوم وليس نمشي بحلقة القهوة بوحده وحد وقت ما كنتشو نقدر هكا نمشي وليس نمشي هكا القهوة بوحده أنا مع صحاباتي وكان ضد الجو هذا ولكن ملي تجيز يبقى شوف هكا باللوم قاد وهذا يبقى يشوفك وحد تشوف مشي هكا كنت ندمع لاش خرج دي لا ولكن ولكن لطيفة تدفور ما طيف القهوة مع عباسك تدريش يحويز اللي بعض كنت تدريهم كنت سير كدخل السكت نعم لطيفة أول شي كنت سعيدة بالاتصال ديالك صراحة شكرا لك بزاب لعك شكرا لك شكرا لك لطيفة شركت لنا وعطيت أمور مختلفة تكلمات لأنها هي رهم زيان وليكيش كل غايد رامحك هي رهم زيان أنك بقال تدفو للإنسان وأنه يبدل الجو وأنك بقال تكلمة مهم يرجع لك وحد آخر وترجع لك آخر يعني أننا تجدد لأن باش نكون واضحي باش نكون واحد مسألة نشير نشير لها مني يكون شي مشكل مثلا بين واحد زوج الناس أو ثلاثة أو حتى مع صحابك مع العائلة ديالك عد من كناخده الحل كناخده الحل عن الشخص اللي خارج ديك الدائرة دك شخص اللي ما كانش معنا في قلب الحدث ولي كناخده منه الحل حتى أنا كان عود من جيته ولي يعود من وهذا أرجع ولكن كنت بقى دائما ثقة وكيبدو بزاف ديال الحويج حتى لما كانوش رهما يمكنش أنني نخلي الزوج ديالي أو الزوج ديالي سفر بحتي إلا ما كانش ربما أنني عارف الإنسان فين غير ديالي لاش بزاف من كي يقول لك مثلا أنا صحابي أو الناس سنعرف سيعرف رجلي أو الزوج كي يقول لك أنا ناس لك نعرف الحياة ديال لك الزوج ديال كتعرف هم لأنني كنجي كنعود لها كنقول لها را فلان شو هو هذا كيف يعني كتكون واحد بعد الحوار السابق مو كيف قالت لطيفة حتى بعض مرات الإنسان مي بغير خرج بالجو يعني بالجو مع صديقات ديال لقد كم لك ترجع هي فرحان أو لهذا كي وليو مشاكل فكت تقول يا ري دو كنا مخروش شو بقيت فضا نوك نبغين عرف رأي ديال لطيفة مغين سمع رأي ديال لكم تنتم ساد الرجال تقول لي يوش فعلا اليوم ولينا أننا نقدر نخلي الأزواج أو الزوجات اللي يسافر بوحدتهم مع صحابتهم سفريات نساء نساء أو لا ما يمكن هذا أمر لا والإنسان اللي بغير تضيف لان فعلا تسافر هي ورجلها أو لا هذا وكذلك ساد السيدات واش كتشوفوا أن اليوبابو ممكن أنكم تسمحوا الأزواج ديال لكم أنهم يقدر يسافر بوحدته وواحد كانتكلم يعني واش كتشوفوا أن ممكن مسموح لهم واش هاد مسألة هادي كتخلي أو كتجدد الحب كتجدد كتحيل علاقة مجدة وجديد ولا كتزيد غير المشاكل وكتزيد الشك وكتزيد الغيرة كتيرة مرحبا دائما بأن أعطينا الأراء ديالكم مباشرة من خلال رقم ديالنا اللي هو صفر خمسة وثلاثين كيف مكلكم كذلك توصلوا معنا من خلال تعليقات ديالكم على الصفحة الرسمية موضوع ديالنا موضوع اللي هكيد بعد مرات رقم دحكو في الأخير ولكن رقم موضوع اللي هو مهم جدا أنا كتلقى بعض الناس اللي تتقول لا أنا ما يمكن ش وكرا بغير أنا غير العائلة ديالي حيث كين ناس اللي كتوصل بهم أن عائلتك لا ما خلصك تنشغي لأن كنت معك ما خلصك تصافر غير لأن كنت معك مثلا في مدن وعائلتهم في مدن تكون عرسة أو فرحة أو لشي حاجة كذلك ما يمكن ش لأن الزوج ديالي مثلا خدام أو لهذا فما يمكن لأن نصفر بوحدتي وكين لله يعني اليوم نشوف معاكم وأكيد من تجارب حياتي لكم وكين ستاف دكتور هشام السلام عليكم عليكم السلام مرحبا سيدي تفض قلت من كل واحد الرأي ذي لي لقبل السفرية نظر ما نقدر نخليها إلا في حالة نعرف ما ما ستخرج أكيد أه و تكون واحد تاني حاجة تكون واحد تقيقة بين أكيد إلا ما إلا كانت ثيقة ستتاف يبقى دائما ذك الشك يدور يبقى دائما ذك الشك يدور يعني إلا 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 تبقى العلاقة جيدة أول حاجة تكون ثيقة ثاني نعرف ما ستخرج أو لا تعرف ما من الخروج نعم هنا هشام وش كتشوف أن مني مثلا ستسمح لزوجة ديالك أو لزوجة تسمح لك بأنك تكون حر في واحد الجزء من الحاجة اللي كتبغي وش أنها تتخلي العلاقة الزوجية ديالكم تكون غدا مزيان كتنقص عليكم المشاكل أو عاد ما كتخلق مشاكل كتر خمسة خمسة يعني لا حسب الحوية اللي غدا ينسى مه ما ش تخلي لك الحرية بزاف ومش يعني يتزيارك بزاف صح يعني ما ش يعني في غادي لا في مجايم ناجي ش كون هذا أو تتزيارك كترة الأسئلة بزاف في غادي في غادي يعني فعش يقدر يتزيارك يقدر يضجر يمه المفرد يقدر يخرج ما تعرفيش قاح يقدر يخبر شهر شهرين في التليفون نعم كانت أما لكت واحد ثيقة وكانت واحد الحب يعني المتبادل مع الحمد للله غدقى الحياة مستمرة دي طول آبات إن شاء الله أول شي نعم تفضل يقول لك إش حمول المرة خصة رجل إش حمول رجل خصة مرة هذا موضوع آخر ربما يعني ما كالقوش المتطلبات دي أنا في شرك الحياة أو لا شرك الحياة من ما يلقاش في متطلبات ولكن الإنسان خصو يقلس مع نفسه مثلا يغلون نعطيو هذا الحكم هذا خصنا نعطيو نقلس مع رأس نحنا بعد كأزواج نتكلم على الرجال نقلس مع رأس نكأزواج ونقول أنا سيدة هدي وش فعلا راضيها يعني ما كان قلوش رأس بزاف دي الأمور وكذلك الزوجتين تقلس مع رأس وش أنا راضيها عايش ممكن أنا ندير هاد الأحكام أما بش نعطيو هاد الأحكام هكا مطلقة لا يا أخي نحاول نعرف بش الإنسان زوين أن الإنسان يقلس مع رأس خاص التفاهم خاص بزاف دي الأمور عدي الحاجة اللولة الحاجة الثانية تكلمتي على المحبة وتكلمتي على الحب وتكلمتي على الثقة الثقة اللي هي مهمة بزاف 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 واللي ربما هي اللي كتخلي الحياة الزوجية كتمش في وحد المنحة إما منحة اللي هو مزيان وما نقدرش نقوله خاليم المشاكل أكيد مرة مرة يكون المشاكل الزوجية اللي كتكون مع الحياة ولي يخلي المنحة يتم المشاكل الكبيرة المشاكل اللي ربما كتقدرت وصل لأن الإنسان كيتفارق هذا هو المعنى أكيد مرحبا بأنكم تشاركوا معنا وتعطيونا دائما الرأي ديالكم مباشرة على رقم ديالنا اللي هو 0522 36 036 30 اللي يمكن تكلموا على الصفر كنقولوا الصفر فيه فوائد كتيرة اليوم الصفر هو مفيد للكبل ولكن كل واحد بوحديته واش كتقدروا تسمحوا لأزواجكم أولى زوجاتكم أنهم يصفروا بوحديتهم أولى مع أشخاص أنتم ما كتعرفوهم سفرية نساء أولى صفرية رجال يعني رجلي صفر مع صحابه نساء صفر واش كتقدروا تسمحوا لي واش كتشوفوا أن المسألة تجدد العلاقة من بعد مرحبا دائما بالتواصل من خلال رقم دينا اللي هو 0522 036 036 على شذايف فهمها و هي من جديد مرحبا بكل المستمع المستمع مرحبا دائما بالأراء دينا من خلال الصفحة الرسمية شذايف فهم الموضوع دينا اليوم هو سفر للكبل ولكن كل واحد بوحد ديتو واش اليوم أمر ولا بسموح ولا عادي ولا نقدر نديروه باش كنجدو الحياة دينا في إطار أنني مثلا الزوج ديالي مشي مع أصحاب ولدت العائلة كيف كنقول اول الزوج ديالي تمشي مع ابنة العائلة اول الصديقات ديالها يعني نخليهم أنهم واحد يومين أو لا تلتي أيام ممكن كل واحد رزحب وحد تشوف أنها تجدد الحياة مجدة وجديد تشوف أنها كيحس بأن الشخص الآخر أو التطرف الآخر تسيق في اتقال هي مزيانة أو تشوف أنها تزيد المشاكل تعود على النار الغيرة والشك وهذا الأمر كلها مرحبا دائما بالأراء ديالكم مباشرة على الرقم ديالنا اللي هو صفر خمسة اتنين وعشرين ستا وتلاتين ستا وتلاتين أم محمد سلام عليكم سلام فهلا وسهلا كديرا جامل أختي الله يحفظك لي مرحبا لا بس إليك أسمق إليك ما تنظر معك كل دقيقة مرحبا مرحبا وأصلا محمد يعني اسم عزيزة عنا كامل وانا عزيزة عليا بالزاف لأنه اسم ديالي الله يرحمو ضوك تناها كاف والدي اسمية مرحبا مرحبا اسمي عزيزة الله يبدي مرحبا مرحبا أربي خليك اختار قولي لي كنشي صفر بوحديتك شي صفر بوحديتو موجود لموجود شنو شكو لكي صفر بجوج بحل بحال مزيال لكي المشكية صفر أنا ودراري صفر يصفر لا 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 بلات يا أم محمد حنا ما كان نحضر صفري مع الدراري لا لا تتبه كيف تتكلمو وش كي قدري خليك أنا كنت صفري مع صحباتك مع ابنات العائلة لا صحبات لا مع أخواتاتي صفر مع أخواتاتي ما عدنش مشكل مثلا كانت وحد صفري مؤخرا وكانت المدرسة ودراري قل لي مش مشكل خلي الدراري وصيري دلت يام الاربعية مرجح نعم مشكل وبنسبة لي هو قدخلي مع صحابه ايه جس واحد ده بس قريبا شي قبل الكورونا وهاتش كان جس واحد صفري غي أرادة عرضة لي واحد صاحبه خارج المغرب ايه وقال لي يرى عرضة لي اثنان ولكين ما غنقشيش نتوم أنا مكترش كمشينا كاملين وهذه وهذه تلسير مش مش مشكل جسك فرصة عرضة وبدل جو ونتا ترتاح من الخدمة وغتجد قلت لي نين غتجيك لغتحس بروتين تبدل تحس بأنك خرج شي وجيسي بالعكس وقالها لي يشحم واحد وقال لي هاو صفتي وخليتي بني معادي مكين التقيق نا اللي ما كتتيقش فيه واخي يكون حداك نا صح مدام ما كينش تقيق ما ما كينش تزيد وتولاد وتجلس لا ما كينش شك نا واش مكدبت كتبقيت وحشي وكتسن انت غايجي موتا وكتسناك لدرجة كتجي كتبقى يشاري لك شي حاجة شاريت لك هادي فاش ما كنتيش يعني صراحي طريقة زوينا غير خاصة نعرف خاص غير تكون تتيقة كيف قلتي هاي خاص غير تتيقة ما باش يقول لك شو واحد اللي راه كان زمان لحنا غايولاد اليوم تحنا راه مش يولاد ستين اولاد عثر اخور غايولاد اليوم ولكن لك تتيقة كينا الشي ما عندو شكرا صح الحمان كيقول ليا ندي كنت سناك صح وكينا اللي من علاه حسد الحمان كتقول لك اللي من عو عليا كيقول يلا نعم لما تشيش مثلا نتكسيب بوحدي كلا بغيت شيل داركم انا ندي كنت سناك اخوي لك تغطي بغيت ندوي مع مولاس خلينا نختصر هم اللي كانين والله لها ماشي هدين صراح هزوي نختصر يبغي يخرج وكعيطوا لي صحابه مثلا في مدينة من غير احنا احنا راه هنا ولا هم كيقول يا راه ماشي يقول وكي صراح هزوي راه اخط لي كل فيضان نمشي هزوي نمشي 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 بالعكس هوك يقول صافي بك شي مع صحابه هذين نفيد نخرج اخو خلينا نتو احشوك اخو اول شي ام محمد سارحة شكرا لك بزاف على الرأي ديالك وتجربة ديالتك خاصة شركتها معنا شكرا شكرا كل شي منشي دا افقام تيقو شكرا قالي نا وليد رجل يديرون نيا اكيد 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 الله يخلي الوالي انت يالوب عندما يشبنا البارح صرح نا اكيد 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 كندخلو وكنشوف شي حويز وارين كنشوف واحد يقول انا من دا بوليس انا مغريبي الله اكبر شي حاجة كتحمق صح 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 احنا فخورين مغريبي دينا صراحة صراحة غير بنت العالم ما يرى الفخر كين صارح كين دا كشغيت هاد اللحظة جوا هاد الوليدات فيقوا صح 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 فلو كنتي ياللي مرة كتجرب واحد طريقة حمقة وخارجة بطريقة مصطيعة كتغوتي قدام العالم كتقول انا مغريبي كل مغريبي نعم اول شي كان شكرا كم محمد اللي حفظك الوليدات شكرا لك شكرا لك على الرأي ديالك صراحة كيف قالت قلت واحد كلمة اللي هي مهمة ممكن لنفوتها يتكلم التقيقة قالت التقيقة إلا ما كانش من الأول نختصر الأمر تقيقة ما تكونش سايبغي التقيقة بين الأزوج ركت تبنى ما كتجيش ولدات اللحظة يعني أنا اليوم غنتيق فيك ركي جوب المواقف كي جوب التجارب كي جوب بزاف ديال الحاجات كي جوب الحوار كي جوب التفاهم كي جوب المحبة كي جوب المودة كي جوب الإخلاص كي جوب الاحترام كي جوب بزاف ديال حاجات أنا ما غنتجيش وغنقول لك أنا يا صافي كانتيق فيك هو ما أدراك تقع كتصرف وكتبرهم بتصرفات أنا بالنسبة لي أكيد الرأي ديالكم دائما محبب وصراحة نفرح بمكالماتكم لأن كل واحد فيكم كي يعطيني من تجربت وكل واحد فيكم كي يعطيني رأيه الخاص وهذا الرأي دائما نتنقول هاكي يغني الحوار أول شي الحاجات التانية ربما ناس أخرين عندهم رأي آخر وأنتم ما كتفيقوهم ربما كتعطيهم نصيحة كتعطيهم طريقة بيش أنكم حتنتوا ما كيفش ها أنا كيفش فكرت ها شنو هشنو ربحت ها أنا كيفش فكرت ها شنو خسرت والإنسان كي ياخد تجربة أكيد من جيل جيل كي يختلف تفكير كي يختلف بزاف الحاجات ولكن أكيد نحنا كنسير حتى البلد ديالنا ونحاول نختار الحاجات اللي هي أصلح أكيد مرحبا دائما بالتواصل ديالكم مرحبا بالأعراء ديالكم سواء من خلال صفحة رسمية شديفهم أو مباشرة صفر خمسة تنين وعشرين ستاواتلاثين صفر خمسة ستاواتلاتين محمد السلام عليكم وعليكم السلام صفر فيكم شي بخير وعليكم مرحبا بك الله يحفظك لي الله يبارك فيك موضوع زوين وطاقة إيجابية على الصباح الله يحفظك ماني فيك الله يحفظك لي كتخلي المادام تسافروا لك تخليك تسافروا ولا مكينش شوفي مشي مكينش وكنتسافروا أنا حاليا بكنتسافر بحدي وباخطوة مع الضغط للخدمة وإذا فضروري غاتخليك تسافر حيش مني كتكون ثيقة كي قابت في دلق بالمني ممتاز رح مني كتكون ثيقة مه رح مكين لا داعي لشكل نعم أنا مني كنتشاق وهي كنتشاق مه أنا رح حاليا عندما غاد يسافر برا على المغرب عادي غاد يسافر بحدي عادي ما كينش مشكل وهي لي كتكون ديال بلزة ديالي وهي لي كتكون ديال حويجات ديالي وكيف مقل في مني كتجي أمسن أنا كتجيب واحد طاقة إيجابية بواحد الفب الزيت بواحد لحنان آخر بواحد الشياق آخر نعم أخص غير خير ما كينش نحن كانوا الناس قداموا وكلا كانوا نجزة نحن هات حال نعم لأشهدوا كانت عنقهم تشيقة ونية ونحن معدناش لو قولي وانت تخلي المادام ديال تتسافر بوحدة او لا ذك الشي مقنن شوية لا لا تتسافر اذا بغى تتسافر والله هل هي لكتتسافر عادي نعم غير هي أنا المادام ديالي تتسافر مع ابناتها غاغ ما وفي تتسافر بوحدة ولا لا قبل ما يكونوا الوليدات وهذا شي شي مرحبا ويكونوا ويكونوا متبادل نعم كيف قلنا كيف قد تتسافر هل هي كيف قد تتسافر كل ما كانوا سافر كل ما يكونوا شوق كل ما يكونوا لحب كل ما يكونوا تزادوا ممتاز ممتاز شكرا لك بزاف محمد من داربيضا شكرا على رأي ديالك ومحبت ديالك أيضا موفق ان شاء الله وطريق السلامة تمشي وتولي دائما على خير وأكيد مرحبا بكل المستمعات مرحبا بالرأي ديالهم من خلال رقم ديالنا مباشرة على صفر خمساتين وعشرين وعشرين ستا وثلاثين ستا وثلاثين أكيد نقاط مختلفة يقدر يكون معنا شخص اللي هو ضد ويقدر يكون معنا شخص اللي هو معه مرحبا بالآراء ديالكم دائما اللي كتلج صدور ديالنا يمكن تتكلموا على الصفر بيلكوب واش تقدروا تسمحوا لأزواجكم أنهم يصفروا بحديتكم أو لا زوجاتهم أو لا لا واش في أعلان كتزيد المحبة والشوق أو لا كتزيد غير المشاكل مرحبا من خلال رقم ديالنا صفر خمساتين وعشرين ستا وثلاثين صفر خمسات ستا وثلاثين على الشهادة يفهمها من جديد مرحبا كل المستمعين مرحبا دائما بالتواصل التفاعل ديالكم الموضوع ديالنا في فقراته وهي اليوم هو الصفر ولكن الكوبل ما كل واحد بوحدته واش كتشوفوا أنها مسألة اللي هي عادية جدا كتتجدد العلاقة الزوجية يعني كتخلي أن الواحد يرجع بشوق واشتريق أيضا أو لا كتخلق غير مشاكل كتزيد الغيرة كتزيد الشكل مرحبا بالتواصل ديالكم معتمان من جديدة السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا سيدي مرحبا مرحبا سيدي تفضل غير بخصوص الموضوع عندي واحدة تقول نعم البرارة اللي كتب مالكتش جاء أنا كتبول لك حس موحنا عجلي خلال فترة بوحدة واش تقدر هي نحن نرسول هاد صفر بوحدة نعم هذا موضوع نقدرون نختارحوه هذا موضوع شكرا لك هذا هو السؤال غير بش كي ما نحطوا نفسنا في وحد في وحد في وحد الوضع واشغرا نسمحون لفخرين فينا على التواصية ليهم أنا كما نحطوا في نفس الوضع نعم ولكن هجين تبقى نويكا سيء 8 سيء 8 ولكن الزوجة الزوجة أو لمرت لابن شكو اللي واصية لها زوجها ماشي حماتها يعني غرجو عساني لنفس الموضوع بوش راجلك غي خليك تسافر بوحدتك لا ولكن يراكين كين وحد تدخلاتي كونوش حطابلة نعم والله أهلا لا ولكن يتناقش بوك طابل لا ولكن يتناقش بوك طابل لا لدي بوحدة المجتمع المغربي هو هذا لا شوف هذاك من قدرون نقولوا موضوع أنا غنعقب من بعد ولكن سيء 8 واش نتمع أو لا ضد نحنا اليوم كناخدو الأراء مع أو ضد يعني النقاش لا يقل لا واش نتمع أنك تخلي الزوجة ديالك تسافر وتخليك تنته تسافر أو لا تقول لا لا مع الصحابات أكيد ضد ولكن مع العائلة مع ابنة العائلة النسلين مع عائلة أمها أخو سعادك مرحبا نعم يعني بسموح وحد سؤالتني قد نطرحه تقدر تكون المرأة مادام مادام مارسي رأي مجوجة تقدر تكون صاحبات انه مجوجة نعم 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 أولاً بعد السيوات ما نشكرك بزاف ربما الأسئلة ديالك تتحيننا المواضع أخرى صراحة الله مواضع لتها هي مهمة أنا اليوم مني تكلمتين أنت على المسألة ديال أنه هاد سيدة لمثلاً تقول لك آهم يخليني راجلين خرج بوحدتي وش هي غتخلي مرت ولدها تخرج بوحدتها رأي مرت ولدها رأي مرت ولدها رأي مرت ولدها رأي مرت ولدها مسؤولة من ولدها قلت لي يلا رأي كين تدخلات وكذا وكذا هالتدخلات على حسب وش هاد الكوبل أصلاً سامح الوالدين يدخلوا في طايد الحياة ديال المكاملين أو لا ما سامحش إلا كتين تسامح لعائلة ديالك تدخل في المواضيع كوم لا رأي مضيب أعرف فراسك هاد الموضوع غيت ناقش هاد الموضوع ما غيت ناقش هادا مسموح هادا غير مسموح الحاجة الثانية ما تكلمتي على سيدة مزوجة وصاحبتها مثلاً ما مزوجاش ولي أكون يعني بزاف المرات رأي تنختاروا صحاباتنا أو لأصدقائنا بزاف ديال المعايير يعني والزواج كنقولوا احنا أرزق هادا مزوج هادا ممزوج هادا ممطلق هادا خطبه فسخ الخطوبة دياله هادا ما تيعنيش أنني إلا هاد الإنسان ممزوج وأنا مزوج خاصنين بعد سيفغي هادوك مواضيع أخرى غانا نتطرقوا لها ميكان شكرك بعدها سيعتبان أنا كشرتين له هاد النقطة وقلتي الله قلتي أن زوجتك ممكن أنها تسافر مع العائلة مع الخود دياله مع الوليدة دياله مع أصحابات هلا رأي يحترم أيضاً يفكر ممزوجة للعراءة بي لكم كلها تحترم عحنا كن نبسطو كن نقشو وكن دائماً مواضيعكم كيف كان قولوا كاتحيلنا كاتحيلنا البزاف ديالحاجات الحبيب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلاً وسهلاً مرحبا بيك مرحبا بنا التارودانت لا تاونات تاونات مرحبا مرحبا تبارك الله وفيد نشكركم وعجبنا هذا البرنامج وغيت نشارك معكم مزوجة الحميد مزوجة الحبيب الحبيب بريستي الحبيب تخلي المادم تسافر بوحدتها وتخليك تسافر بوحدك لك تخليني وانا ممكن نخليها ولش؟ 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 لا من محيث العائلة اخوت الناس اللي محترمين ممكن نخليها تسافر احنا خلينا محترم وغير محترم احنا خلينا ولكن مع المبدأ الزوجة تخليها تسافر مع أخوتها مع عائلتها؟ مع أصحابات وهذا لا؟ لا مع أصحابات لا وخالي نقول لي انا سير وانت تسافر مع أصحابك ولا مع العائلة؟ لا انت تسافر مع أصحابي مع العائلة الحمد لله اتقال الله ومالك الحمد انت نساش حال ضريفات؟ لا والله انت ضريفة انت صراحة تحياتي وحفيرها ماتي الله يحمدك الله يحمدك لانت تسافر وانت تسافر مع أصحابي وانت تسافر مع أصحابي وانت تجدد الحب بالشتياق كنت ترجع بموت جيد او لا ترجع وانت تسافر مع أصحابي وانت تخلقي مشاكل الحمد لله باخر كنمشي وانجي باخر وعلى اخير الحمد لله شكرا لك بزاف ودابا أصلا ما دمران صفر مع أخوتا اديتا مع أخوتا بالصحة والراحة ان شاء الله ترجع لكم بمدلي وزوين شكرا لك بزاف شكرا لك سي حبيب من تاونات واكيد شكر موصول كل مستمعات اكيد احنا المواضع كلها كان اخذ فيها من البسط وكان اخذ فيها من الجدة ايضا من خلال المدخلات ديركم شكرا لكم من صمير للقلب على مكالماتكم لي كتلج دائما صدور دينا شكرا الجمال كان معي في الإخراج وحسن في مواقع التواصل الاجتماعي التحق بينا يوسف التابابي يوسف التابابي كان تخليك المادام تسافر في وحدك ما تقولش هي في إطار العمال وإطار العمال احنا دي ما كانت سافروا لا معمري زمان معمري قبل ما الزواج كنت 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 تكمل المادام لا حاليا لا شوفي مع الولاد ومع العمال لا يبقى عندك حتى الوقت ربما أنك تفكر أنك تسافر ربما بعد أحياني لك العمال لا ترى مثلا مثلا صافرتي في وحدتك مع أنها تقدر تجدد العلاقة أنك فهمت بحالي ترتاح و ترجع بمودة جديدة لا ليك لا ليها أكيد تكون ذلك الاشتياق فهمتيني ضروري لأنه هذه الفترة ربما تخليك فعلا أنك توحش الوليدها و كنت نضرب نضر أخرى فبالتالي و أنا شخصيا ما كنت حسنا نسافر بلا لأنه كتحس بي أنك ربما كتعطي لرأسك و ما كتعطي مش هو ريسال أصلا تتبري كسلمو على المادام التبابي أيام المتابعين دينا مشكل كبير صراحةً شكرا لك يوسف سنجدكم مع كل مستمعات باش تذكرون بأهم عنوين نشرة الظاهرة اللي كتكون مع 12 ونص أيضا فيها الكتير من تفاصيل جاملة كتمنى لجميع بقية أوقات جيدة مميزة على إداعتكم شادا يفهم بسلام عليكم